بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم الشناوي إنه مش فيه أفضل حاجة النهاردة نديله حقه نقدر نتكلم على مستوى تركيزه النهاردة سكته في نفسه أفضل تركيزه مع اللعيبة اسلوبه حتى مع زميله في الملعب ببتدى خلاص يكتسب السكة هو ده الشناوي الوحش آه عنده بعض الأخطاء والهفوات دي شيء طبيعي بس في المجمل مركز في المجمل ابتدى نشوف الشناوي النهاردة يعني الصمام أمان من الآخر يعني يعني زي ما بيتقال كده هو القوة بتاعت النادي الأهلي ما هو حارس المرمى على مدار تاريخ الكرة وفي العالم كله يقول لك الحارس هو نص الفرق هو رقم واحد في الفرق الحارس مرمى قوي انت الفرق خلاص عندها ثقة في نفسها عايزة تكلم برضو على محمد هاني عمل مبارك وويسا النهاردة لسه راجع برضو من أجازة وكان بعيد عن المباراة بس عمل مبارك وويسا عايزة تكلم على برضو على كريم فؤاد هايل كريم فؤاد رغم اني مش بيلعب في المركز يا جماعة خدوا بالكم أسوأ حاجة بالنسبة للعيب الكرة لما انت بتقايمني في مكان مش في مركزه يعني ساعات ممكن كان مثلا في الفترة الأخيرة لسه ما خدش على المكان برضو غياب علي معلول مؤثر بشكل كبير جدا فانا انا واحد حتى جد بتكلم على كريم فؤاد مثلا في بعض المباريات على مستوى انا بصراحة مش عارف حتى اتكلم عليه بشكل قوي لاني برضو في الاول اخر هو بلعب مش في مركزه فقط ترخيره بصراح يعني في ظل الظروف اللي موجود انت بتلعب برضو في مكان مش مكانك انا واحد من الناس متعود مثلا بلعب في نص الملعب بلعب طرف بلعب باكرايت في اوقات بلعب في نص الملعب بس هلعب في باكليفت دي بتبقى صعبة شوية على العيب لاني العدلة بتاعتك مختلفة يعني لها لها مقاومات معينة وخصوصا كمان علي معلول يعني كان ما شاء الله في الحتة دي كان هو الكنج بتاعها يعني على كابتن ربيع ياسين على كابتن سيد معوض على رحمة الله علي محمد عبدالوهاب اسماء كبيرة جدا اللي عبت في المركز ده عمله تاريخ برضو علي معلول برضو عمل تاريخ بصراحة مع الناد القلي والاصابة بتاعته اثرت تحس ان برضو عنصر عنصر مهم من اللعيبة هو غايب فبصراحة انا يعني عايز اشهد بكريم فؤاد عشان هو بصراحة مقاتل بيلعب لصالح المكان بيلعب لصالح فرقته انا بحترم دايما نوعية اللعيبة لما بيتطلب منها ان هو يلعب في مكان مش في مكانه حتى بموت نفسي بحاول مع المحاولة ومع التكرار ومع الاستمرارية ومع المشاركة مع ثقة الجمهور وثقة الجهاز الفني وثقة حتى زمالي جوه الملعب بتديني ثقة النهار ده ظهر بصراحة هايل خلاص بتادي يحفظ المكان بتادي فيها بشكل كويس حتى لما النادي الاهل مثلا ان شاء الله علي معلول يرجع او فيه لعيب تاني هيلعب في المركز ده لما تيجي تحتاج كريم فؤاد هتلاقيه خلاص انت بالنسبة لك عندك بديل مميز جدا بيلعب في اكتر من كذا مركز فتقدر تستعين في بعض التاكتك جوه الملعب خلاص لانهو حفظ المكان ده واشتغل عليها وظهر بشكل كويس برضو على اكرم توفيق من اللعبة الكويسة جدا وعمل عمل مباراة كبيرة النهاردة دايما اكرم لما بيلعب في نص الملعب وبيشتغل في الجزء الدفاعي بيظهر بشكل كويس بيبقى قافل نص الملعب كده تحس ان هو فيه مصمار في نص الملعب زي ما بيتقال كده بيقدر يوزن الامور بيقدر يقاتل بيقدر يقطع الكرة يسلم زميله ظاهر بشكل كويس برضو من ضمن اللعبة اللي انا عايزة اتكلم عليها بصراحة يعني وهتكلم عليه دايما بصراحة هو كريم ندفد يعني كريم ندفد النهاردة ما تحسش به ما تحسوش ان هو في الملعب انا ما شفتش كريم ندفد النهاردة غير تقريبا ثلاث مرات مرتين في فاول للمصري والمرة التالتة لما كان موجود وهو نزل الملعب طيب كريم ندفد انا ما عابش هل هو خلاص رمى الفوطة ما هو برضا جماعة اخدوا بالكو انا والله لما باجي اتكلم على اللعيبة بالشكل ده انا ما بحبش اللعيب اللي هو محترم اللي عنده لا مبلال اللي هو اه اديني موجود بلعب اسم ان انا بلعب لا انت لعيب نادي اهلي فين الروح بتاعتك فين احساسك بالملعب فين حتى اثباتك انت الشخص لذاتك والنفسك وحتى للجمهور حتى لو لو انا حتى مش مقتنع بيك او الجهاز الفني مش مقتنع بيك او حتى الجمهور بيتكلم على مستواك طب فين شخصيتك انت جوا الملعب اه ما جماعة جد كريم ندفت ما تحسوش بيه خالص في الملعب يعني بيهرب من الكورة ما بيستلمش ما بيسلمش ما حتى ما بيقطعش بيلعب اللعب التقليدي قوي اللي هو مع احترامي ما بنيجي نلعب كده مع زمائلنا المعتزلين شوفوا بتلعب على الواقف يعني ما بنيجي نلعب مثلا اللعب مثلا خباسي كده في حاجة تكريمية مش عارف ايه في مناسبة في ايفنت والكلام ده بنلعب كده و احنا وفين عارف اللي هو بالنسبة لنا مش لازم نتحرك مش لازم نجري هو كريم ندفت بالزبط بيقد الشكل ده مع النادي الاهلي بالشكل ده طب ماشي احنا عايزين برضو نحس بيه كلاعيب سيبك من ان انت لعيب في النادي الاهلي ليه كنت شخصيا يعني ليه كنت شخصيا تلعيب نادي اهلي يا جماعة هو موضوع نلعب النادي في النادي الاهلي ده او بلعب اساسي بفيه لعيبة كتير جدا لعبت في الاهلي وفي الزمالك محسناش بيه واختفوا طب انت في وقت دلوقتي عندك ازمات في المواهب وفي اللعيبة وفي الامكانيات طب انت لعيب نادي اهلي والنادي الاهلي رجعك تاني يعني رحت ورجعت تاني طب ماشي فين احساس بتاعك انت جوه الملعب على الناحية القتالية بصراحة علامة استفاهم غريبة بصراحة هل خلاص انت بالنسبة لك الكرة دي مش يعني مش مهمة اللعيب اللي بيوصل للمرحلة ده جماعة بالنسبة لك الكرة مش مهمة مهما كان حتى يعني مهما كان مثلا مستواك مهما كانت الظروف الاجتماعية ولا الظروف بس في الاول اخي بتلعب الكرة هتتحاسب لانك انت بتلعب في النادي الاهلي معرفش ليه سبب ان كريم ندفت دايما رامل رامل فوتا كده حتى مش عايز يثبت للناس اللي هو انا انا نعيد نادي اهلي شخصية النادي الاهلي برضو من اللعيبة اللي انا عايز اتكلم عليه واتمنى ان كريم ندفت يعني حتى لو عنده حالة مثلا من الاحباط او حالة من ال ان انا موجود مبلعبش والكلام ده خدوا بالك يا جماعة الحالة دي بتوصل لزمائلك انت ممكن تأثر على مستوى اللعيبة اللي جنبك بس سقولوانا ان اللعيبة اللي موجودة عندها الروح يعني مثلا اكرم توفيق مثلا ومحمد هاني وقدامه سامة ابو علي حسين الشحات انت ممكن تأثر على اداء على اداء زمائلك فبالتالي ممكن تسببني في خسارة ممكن تسببني في تعادل فاتمنى ان هو حتى يقعد مع نفسه كده والناس حتى اللي قريبة منه يشجعوه انت عندك فرصة لسه الموسم شجلعة فيك انت في لحظة ممكن تبقى من من اللعيبة اللي موجودة فيه دايما اللعيبة كده ممكن ما بتلعبش الموسم كله وبييجي في الفترة الاخيرة بيشد حلو بيقاتل بيحسس حتى المدير الفني وبيحسس الجمهور ان انا عايزة بقى موجود هو كريم ندفد موصل لنا رسالة لا انا مش عايزة بقى موجود مشوني تم انت كده بتأثر على على زمائلك وبتأثر على مستواك وبتأثر حتى على شخصيتك كلعيب كورة يعني برضو اللي عايزة تكلم عليه بصراحة يعني ريدا سليم ريدا سليم النردة بصراحة الهدف الاسيست اللي عملوه شفته التعديه يا جماعة انا بحب اللعيب اللي بيعدي كده وعنده الرؤية وعنده شايف الملعب وعايز يلعب كورة وبينزل عايز يزبطه جوده ما شاء الله الكروس بتاعه جون برضو التصرف وسام ابو علي هايل بصراحة جماعة بقى مهاجم انا بقىنا تقريبا حوالي سبع سنين ما بنتشوفش مهاجم في النادي الاهلي اول مرة من سبع سنين نحس فعلا النادي الاهلي عنده مهاجم يعني ده الكلام ده جماعة انا بكلمكم مثلا اخر حاج اخر تقريبا حد وكان غير محظوظ هو وليد ازارو النهاردة وسام ابو علي بيقول له جمهور النادي الاهلي لأ انتو يعني ايه اتطمنوا انتو عندوكم مهاجم المهاجم ده جماعة هو اللي بيخلص المتشاط المهاجم ده في المبارات المصرية الملعبكة زي ما بيتقال كده بلغة الكورة لما تبقى الدنيا صعبة من نص فرصة انا بكسب فرقتي من نص فرصة بعرف اعمل هدف اولا طريقة الكروس تا ريدا سليم صعب جدا اخد بالك صعب جدا ان اي مهاجم يتعامل بالشكل ده لان اولا الجامبنج بتاعكم من السبات شوية وفي نفس الجامبنج جاية بسرعة بس شفتوا طريقة حتى التحويلة هي لمس يعني بس الجامب بتاعها جماعة مش الجامب العالي يعني هو ما تلعش الجامب مثلا قدامه لعيب فتلع الجامب بتاعه مثلا كريستيان رونالدو مثلا امحطيتها لا هو الجامب بتاعه من السبات لانها كورة كانت سريعة حول بس غير اتجاه جون خلاص الماتش خلص خليت فرط المصري اما عاملين كده استحوزوا على بعد الهدف استحوزوا على بعد الهجمات على النادي الاهلي بس ده شي طبيعي لانه هو خسران طبيعي اللي هو خسران فطبيعي انه هو هيكتل الجزء الهجومي هيشتغل ناحية هجومية كابتان علي مال لانه هو عايز يعود برضو الهدف اللي دخل فيه عشان برضو عايز يبقى ندل النادي الاهلي وعمله مباراة كبيرة بصراحة يعني عمله مباراة كبيرة برضو حسين الشحاد حسين الشحاد طبعا يعني يعني برضو مش هقدر اقايمه النهار دا لانه هو المستوى بتاعه في الفترات الاخيرة ومشاركته المستمرة برضو ممكن يكون مجهد من اللعبة المجهدين برضو من اللعبة اللي عايز اتكلم عليها برضو امام عشور امام عشور بقى مباراة ومباراة هل ممكن هجماعة ممكن ممكن نقول اجهاد ممكن نقول ضغط عصبي بس امام عشور من اللعبة التقيلة من اللعبة الكبيرة جدا بصراحة ومن اللعبة المميزة وعنده اكتر من كده بكتير إمام عشور لما بيفوق وبيبقى فايق في الملعب بيفوق الفرق بيكسب الفرق زي يوسام أبو علي زي ريدا سليم لما يفوق حسين الشحاة ما فيه نوعية لعيبة كده جماعة لازم لما ديجي نتكلم عليها الأسماء دي هي الفرق هي الفرق بصراحة زي عندك مثلا محمد عبد المنعم رمي ربيعة رمي ربيعة بصراحة برضو من اللعيبة اللي عايزة ديها حقاها هاي سيبكوا بقى من حركة البوت وبعد الدفوهات اللي موجودة مثلا جوه الملعب بس بصراحة في الفترة الأخيرة هايل هايل من تركيزه حتى في الدربات الركنية واقف صح في العرضيات أنا بحترم دايما المدافع اللي واقف صح عامل بالنسبة له الرؤية بتاعت الكرة ازاي شايف الخصم بتاعها هيلعب ازاي فواقف صح رمي ربيعة في الفترة الأخيرة بقى تلاحظوا كده جماعة هو محمد عبد المنعم بتدوا ينزلوا خطوتين تحت يعني حتى لما بتيجي تكرة تعمل عرضية او مثلا بيبقى فيه اختراج بيبقى ونزلين هما الاتنين تحت كده خطوتين على فكرة الخطوتين دول بتفرق بتفرق في المساحة بتفرق في المسافة بتفرق حتى في الرؤية بتاعتي جوا الملعب فعشان كده بصراحة بحي رمي ربيعة على المستوى وعلى أداء وهو محمد عبد المنعم بصراحة بقى عاملين كده دويت وما بينه بين بعض كده بقى فيه انسجام ودي حالة صحية جدا للعاب النادي الاهلي وحتى للجهاز الفني وحتى للجمهور لما يبقى عندك اتنين بيشاركوا مع بعض بصفة مستمرة وخلاص بقى فيه انسجام بقى فيه لغة حوار ما بينهم من بعض في الملعب بتفرق بشكل كبير جدا وبتخلي كمان حتى دافع اللعبة أكتر أتمنى كمان حتى امام عشور يراجع نفسه اه انت نجم ولعب كويس جدا وامكاناتك عالية بس عايزين نشوف امكانيات امام عشور في الملعب عايزين نشوف امكانيات امام عشور اللي فعلا على قد الموهبة لما باجا اتكلم يا جماعة على لعيب مثلا ما باجا اتكلم مثلا على امام او بتكلم على زيزو او بتكلم على حسين او على اللعيبة مثلا او على كهرباء او على افشا يا جماعة عشان دول لعيبة كرة جماعة مهم مش لعيبة كرة محدش ولا هيقيمهم ولا حد مثلا هيهجمهم ولا حد مثلا هيقوله مستواهم فده شيء طبيعي دايما النجم واللعيب المختلف عن اللعيب التاني طبيعي بياخد الوضعية الاعلامية بتاعته حتى من ناحية نقض جماهيري فده شيء طبيعي ده فوق كرة مفيش لعيب فوق النقض ولما باجا اتكلم مثلا على امام او باتكلم على زيزو لان هما لعبة كرة كويسة لعبة كرة كويسة مهمين اولا مهمين لنديهم مهمين لمنتخب مصر لان هما دلوقتي هما افضل امكانيات في مصر دلوقتي حاليا هما اللعيبة اللي تتقال عليها لعيبة كبيرة لعيبة مميزة عشان كده بتمنى ان امام عشوري يقعد مع نفسه حتى لو عنده بعض اللي جدع فكرة احنا برضو في الوقت اللي احنا كنا بنلعب فيه كان برضو عندنا وقت مضغوط مثلا كل اربعة ايام ماتشا او كل خمس ماتشاط بس طبعا كان الموضوع مختلف لان احنا كانت ماتشاطنا دايما بجماهير وبضغط اعلامي ما كانش بقى فيه السوشال ميديا انا بالنسبالي تواجد الجمهور ده اصعب من السوشال ميديا اصعب بكتير لانا كنت كنت بتروح الماتشاط ماشاء الله اهل ماتش ماسا ماتشاط المصر دي لما كنا بنلعبها الاستاد متقافل سواء من جمهور المصري او من جمهور النادي الاهلي سواء حتى في الاستاد او حتى على استاد بورس عيد او في الاسماعيلي او الاتحاد بتلاقي الاستاد متقافل النهاردة العدد الجمهور اه عدد كويس افضل من قبل كده بس انا بقى اكلمكم الضغط اللي كان موجود كنت ساعت ما كان بيبقى عندي اجهاد مثلا من قطرة ضغط المباريات كنت دايما ممكن اروح اقعد مع المدير الفني وده مش عيب ممكن اقوله ممكن اقوله عفاكة ان انا حاسس مثلا ان انا الامامية تقيلة عندي شدة الجسمي تقيل المدير الفني طول ما اللعيب قريب منه بيبقى فيه لغة حوار كويسة وكنا بنقبنا نتعامل مع المديربين بتوعنا كان مثلا الواحد بيبقى عنده اجهاد مثلا من نتيجة الضغط المباريات والضغط الاعلامي وضغطات المباريات والمباريات المصيرية كان فيه مديربين تقولك ممكن خلاص تقلل الحمل شوي ممكن الحمل اللي انت عايز تتمرن ده بيخليك تقيل بيخلي البنيان الجسماني بتاعك تحس ان انت موجد زي كده ما بتيجي تشتغل في الشركة أو بتشتغل في مكان بيجي لك وقت تحس ان انت جسمانيا موجهد فبتعمل ايه في الوقت ده محتاج فاصل شوي محتاج فاصل شوي مش يعني ممكن على فكرة تمرينة ممكن اطلع مثلا اخد الراحة بالنسبة لي اقعد مثلا في مقتص التلج اقعد في السونة او الشاكوزي مثلا او مثلا اجري خفيف لان هالحاجات دي بتفرق عشان اعمل فاصل عشان اقدر ارجع الباور بتاعي تاني وارجع تاني يبقى زاهر بشكل كويس فلو في بعض اللعيبة النجوم مثلا مجهدين ممكن على فكرة الكلامة مع ميستر كولر او الكلامة مع كابتن خالد بيبو الحمل التدريبي يهد اشواء اكيد ميستر كولر برضو بيبقى عامل يعني حساباته في الجزئة دي بس علي احنا شايفون في بعض اللعيبة مجهدة فاتمنى ان هم حتى يظهروا في الفترة اللي جاية لان فعلا فترة اللي جاية صعبة جدا للنادي الاهلي مبروك لجمهور النادي الاهلي مبروك للجهاز الفني مبروك لللعيبة طبعا مش هقدر اتكلم على افشا لان افشا نزل في وقت قليل وقت النادي الاهلي مضغوط الكهرباء برضو تحسوا برضا جماعة ان هو متأثر نفسيا تكلمكم بصراحة يعني تحس ان هو عنده حالة كده مش هقول مش من الاحباط يعني حالة كده من عدم التركيز لان هو وارد انه ممكن هيمشي فيه كلام كتير جدا على رحيله وفيه كلام انه مش قاعد حاسس نفسه انه هو ما بيلعبش حاسس نفسه انه هو بعيدة عن المشاركة طبيعي الحاجات دي كلها بتأثر نفسيا ومعنويا بس انا لانه بينع حتى على الريأكشن بتاع الكهرباء مع الحاكم اه مو هي الكرة ما فيهاش حاجة ما تحسيفش فاول بس العصبية بتاعته والشدة بتاعته بين انه هو متعصب بين انه هو مشدود بين انه هو زي ما بتاعته كده في الكرة مخنوق اكلمكم بصراحة يعني فاتمنى ان الكهرباء حتى لو بينزل في وقت قليل مثلا او في خمس دقايق او سبع دقايق على فكرة مش بتقل من اللعيب خالص على فكرة اه انا عارف كون ان كل لعيب عنده اسمه وعنده نجوميته بيبقى عايز يظهر بشكل كويس وعايز يبقى اساسي بس في الاول اخر طول ما انت مشدود من ناحية اعلامية ومن ناحية حتى الجهاز الفني ومن ناحية ان انت عايز تشارك بتأثر على مستوىكو دي بينا على كهرباء في الفترة الاخيرة انه هو بعيد عن التركيز شوية تحيس انه دماغه مشغولة تحيس انه مضغوط فكل ده بيأثر على كهرباء في مستوى جوه الملعب مبروك للاهل تاني مبروك للجمهور كانت مباراة مميزة النادي الاهلي كسب المباراة النهاردة بالخبرات بتاعته قدر يظهر بشكل كويس وخرج بالمطلوب هو في الوقت ده النادي الاهلي مش عايز غير المكسب طول ما انت بتكسب طول ما انت بتقرب طبعا هنروح على على المباراة التانية زمالي كوبيراميز حقيقة النهاردة يعني المباراة زمالي كوبيراميز كانت انتهت بواحد واحد طبعا مصطفى شلبي في الاول مباراة احرز هدف وبعد كده دربة جزاء الفخر لقاي من دربة جزاء صراحة زمالي كعمل مباراة كويس عشان برضو عشان كلام كتير جدا ان الزماليك هيفوت الماطش وهيلعب بالناشئين النهاردة بصراحة اللعيبة كانت منظمة يعني اللعيبة كانت النهاردة منظمة جوه الملعب عايزيني شوف التشكيلة لو سمحتك بوهالي بتحس ان اللعيبة واقفة صح النهاردة كان فيه تركيزة من اللعي هتقولي هاني لو سمحت محمود الشنوع فكرة عايز اتكلم على الشنوع فكرة يعني من حراس الكويس يعني مبدئيا يعني بصراحة يعني لسه برضو اول مباراة لي لسه اول ظهور لي لسه قدامه وقت اكيد بس باين على على تركيزه وباين عايز يزبط وجوده عمر جابر طبعا كان عامل مباراة كبيرة مصطفى الزناري احمد مجدي فتوح نبيل دونجا ناصر ماهر عبدالله السعيد سيد عبدالله نمار مصطفى شلبي ناصر منس النهاردة يمكن مفيش غير بس هما اتنين من ناشئين اللي هو محمود الشناوي واحمد مجدي هما دول اللعيبة اللي كانت موجودة النهاردة يعني بصراحة نزل ملك النهاردة كان نظهر بشكل كويس يعني واقف صح اللعيبة كانت مركزة النهاردة حالة الروح حتى ما بين اللعيبة كانوا وقفين صح فيه تركيز فيه حق فيه ايجابية ما بين ناصر ماهر ما بين عبدالله السعيد عمر جابر بصراحة عمل مباراة كبيرة النهاردة مصطفى شلبي الهدف اللي احرازه هو الجون هو الجون هاي المباراة اللي زي دي بتبقى محتاجة المهارة لان كنت برد تلعب وصد خصم واعتقد النهاردة بيرامدز من خلال مشاهدتي ليه تحس ان هو خلاص يعني ايه مفيش امل او ممكن الحالة الانهزمية او المباراتين اللي تهزم فيه قدام النادي الاهلي اثارت برد خلت التموح بتاعه قل وانا ده قلناها اليومين اللي فاتوا الخصم بتاعك لما بتكسبه بتوقع المعنوات بتاعت مع الحالة مع حالة الظروف اللي حصلت والمشادات اللي حصلت والمشاكل اللي حصلت اثارت على اللعيب اثارت على تركيز اللعيب حتى اللعيبة جوه الملعب ما بقاش عندهم البار زي ما بدأوا يعني كان من لو نرجع كده من اسبوعين تلاتة الحالة بتاعت اللعيبة تحس ان هو عشان انا متصدر الدوري فعندي ثقة في نفسي كده طبعا هزيمة النادي الاهلي الهزيمة من النادي الاهلي مبارتين طبيعي المعنوات بتاعتك بتنزل طبيعي هي دي الكورة بتكسب بتلاقي المعنوات بتاعتك بترتفع بتلاقي عندك ثقة في زمالك جوه الملعب ثقة في نفسك بتقدر تشتغل صح النهاردة لعبة نادي الزمالك عمله مبارات كويسة مصطفى الشلبي النهاردة نفسي مصطفى الشلبي اللي هو من لعبة كويسة على فكرة وعنده حلول كتير جدا بس لما بيركس لما بيشتغل وبيركس في الجزئية دي بيفرق مع مع نادي الزمالك وعلى فكرة من لعبة كويسة بس هو محتاج يبقى اقوى من كده شوي يعني محتاج يبقى اشرس من كده لان برضه لازم يبقى فيه تنوع لازم يبقى فيه التعديل بتاعته هو بيقطع لجوه حلو قوي وعنده الرؤية بتاعته في الجزئية دي بس هيجيلك مع الوقت ما الخصم بتاعك هيعرفها هيعرف طريقة اللابة بتاعك فممكن يتعامل عليك اتنين بلوك مثلا اللعيفة تلاقي الامور تتصعب عليه ودايما اللعيب اللي بيلعب في الحتة الهجومية طول ما هو عنده ثقة في نفسه بتلاقي الامور بالنسبة له بسيطة لما بتمشيش معاه بتتصعب شوية ليه مثلا خارج المباراة برا المباراة مثلا مش يومه فعلى ما بيرجع ثقة وفي نفسه تاني محتاج لاما يحرز هدف لاما يعمل أسيس لاما يعمل مثلا مباراة كويسة مثلا حتى لو ما احرز هدف مصطفى الشلبي من اللعبة الكويسة بصراحة وهو محتاج لعبة جنبه يعني شفتوا النهار ده حتى لما عد أم باس عبدالله السعيد طبعا الخبرات بتاعته استلم الكرة ملعبها الأواء أولا طو على طول وصلوا للجون ناصر ماهر النهار ده برضو من اللعبة الكويسة وشغال كويس محتاج برضو أكتر محتاج يشتغل أكتر طالما أن انت في مكان هيساعدك واسم برضو نتز مالك اسم كبير جدا هيساعدك وكلنا اتكلمنا على ناصر ماهر ان هو لما بيشتغل كويس كلنا بنشيد بيه حتى انضمامه لمنتخب مصر عنده فرصة عنده فرصة ان هو يبقى موجود في منتخب مصر ويشتغل معه معه قاعدة جماهرية معه لعيبة معه لعيبة ممازلة وفي حالتهم يظهر بشكل كويس كل ده هيفرق مع ناصر عبدالله السعيد النهار ده عمل عمل مباراة كبيرة بصراحة وبرضو ليه تقلو ليه تقل بتاع عمر جابر عمر جابر بصراحة دايما بنتكلم عليه ودايما بنشيد به لانه هو بقى من اللعيبة اللي مفيدة لنات الزمالك يعني بصراحة حتى النهار ده اخد منوف زمالك النهار ده بصراحة حقه حقه زي وسامة أبو عالي النهار ده اخد برضو نجم المباراة يا جماعة انا بقى دايما بحب اتكلم عن اللعيب المفيد حتى مش لازم تحرز هدف على فكرة بس الشخصية بتاعتك جوه الملعب انت مؤثر الزمع فرقتك حتى لو فرقتك مش في افضل حاجة هي دي شخصية اللعيب هي دي شخصية اللعيب النادي الأهلي وشخصية اللعيب النادي الزمالي سواء ان انت مدافع سواء ان انت فلوسة ملعب سواء ان انت مهاجم كل الحاجات دي بتفرق نهار ده دونجا برضو يعني افضل من قبل كده برضو خلاني نتكلم ان حالة اللعيبة والحالة في الفترة الاخيرة ممكن تلاقي الامور كانت مرياحة شوية بس عشان نهار ده مباراة مهمة مباراة انا باعتبارها مباراة قوية الفرقتين لبرامتز والزمالك وكانت مباراة يعني من الاخر بتد سقة فوق النار ده انا بالنسبة لي تعادل الزمالك النار ده اكيد بيفرق مع اللعبة حالة اللعبة حتى جوه الملعب الشناوي طبعا محمود الشناوي لعبة الزمالك حارس مرمى الزمالك باين عليه ان هو حارس كويس فاكرين كان مصطفى شبير لما كان بدأ برضو البداية بتاعته كهو انا بشبهه بنفس الحالة اللي موجود فيها طبعا مع الظروف الفرقة اخدوا بالكم ممكن يكون حارس مرمى مميز بس باين ان هو مشروع حارس مرمى مميز كويس بصراحة يعني يعني باين ان هو مشروع حارس مرمى مميز اتمنى يعني من رؤية النهار ده ما يكونش ده مجرد بس عشان مباراة مهمة بس هو باين من الشكل العام ان هو لمستقبل بس عشان يظهر بشكل كويس هيظهر ازاي لازم يبع عنده دفاع قوي دفاع مميز يعني النهار ده اعتقد ان نهار ده لو الزمالك كان كسب كان ممكن ياخد يبقى من نجوم المباراة على فكرة لان هو النهار ده كان مركز وكان شغال مع الفرقة بس عندك طبعا بعض الاخطاء الدفاعية عايز عايز مدفعين نهار زمالك لازم يجيب مدفعين لان بصراحة انا برضو مش عايز اقسى على على احمد مجدي لان هو برضو شاب صغير والحماس الزايد زي ما بيتقال كده عايز يزبط وجوده الحاجات دي ممكن بتكلف الفرقة وهو بالسوى يعني محتاج محتاج مشاركة محتاج سقة جمهور محتاج سقة جهاز فني بس الحاجات دي ممكن بتخليها في كده السقة لان برضو ضربة الجزاء النهار ده يعني برضو عدم خبرات يعني برضو مش هقدر اتكلم عليه ولا أسع عليه لان برضو الحالة لما يجنبوا لعيب كبير عنده الخبرة بتاعته ويقدر يوجهه تفرق معاه تفرق بشكل كبير جدا يا جماعة لما يبقى فيه الشباب طلعة لما يبقى الحالة حالة اللعيبة اللي حوالي بتشجعني النهار ده طبعا كل اللعيبة اللي كانت موجودان اللعيبة مميزة بصراحة شغالين كويس بس مين اللي جنبي مين اللي بيوجهني مين مثلا لما يبقى مندفع يقول له ده مين اللي مثلا يقول لي مثلا كرة جاية مثلا عايز زلعب أباسي يقول لي طلع واحدة زي ما بيتقال كده احنا كانت فيه لغة تحوار كده بيننا من بعد يقول لي مثلا خد بالك خد بالك من دهرك اللعيب في دهرك المهاجم في دهرك الحاجات دي بتفرق بس طبعا شخصية اللعيبة اللي جنبه هي اللي تقدر تعليه هي اللي تقدر تعليه ودربة الجزاء برضو دي من ضمن الأخطاء المتكررة وده واعتقد ان الحاجات دي بتعلمه يعني فيه مباراة برضو احرز هدف في نفسه وده عادي عادي بتحصل في الكرة وبتحصل من من كل الشباب الصغيرة اللي بتطلع وبتبقى موجودة ده عادي ما حدش يتباحه يعني زي ما بيتقال الولد حتى الجمهور يقدر يقيمه لان الولد دي صغير وحالة اللعيبة اللي موجودة هي اللي تقدر تساعده وتخليه يظهر بشكل كويس بتمنى له التوفيل انه برضو الحماس دو تمكن ساعات بيكلف بس عادي ما تنساش يعني انا رسلت لأحمد مجدي ركز اكتر عادي الاخطاء دي انساها ورمي على جنب كلنا بدأنا كده كلنا 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 بدأنا كده باخطاء وطول ما انت بتغلط طول ما انت بتتعلم وكويس ان انت بتتعلم في بداية المشوار بتاعك امتى اخد القرار بتاعك امتى ما استعجلش امتى ما بقاش متهور كلنا بدأناها كده طبعا مع حالة اللعيبة اللي معاك هي اللي هتديك الخبرة مع الجهاز الفني مع الجمهور لان برضا جماعة الاخطاء دي ورد بس برضو لما بتيجي لما بتيجي نتكلم على نجمة مثلا او لعيد كبير فنقدر نتكلم عليه بقوة اما لسه الولد لسه صغير وكمان مع الوقت مع المشاركة كل ده هيعلمه يعني مثلا دلوقتي خلاص بقى هو عنده تركيز بتاعه ان بعد كده اي لعيب مثلا يبقى جوة 18 مش هيعمل تاكلنج في الكورات العرضية لازم تبقى واقف صح دايما ما تخليش رؤيتك لاتجاه المرمى بتاعك كمدافع ما ينفعش الاتجاه بتاعك يبقى للمرمى كده لازم واقف في جنبه يعتبر زي مدي زاوية للمرمى بتاعي عشان يبقى الاتجاه بتاعي جوة الملعب مش اتجاه المرمى لان في الحاجات اللي زي دي ما بتتعامل بالعرض مع السرعة بتاعتها ومع الدربكة وسرعة رد الفعل ممكن تخبط فيك وتخش تخش فيك على طول زي مثلا مبارات الاهلي والالامونيوم شفتوا المبارات الاهلي والالامونيوم كانت الدنيا مبعى الكيكس زي وكانت صعبة والدنيا صعبة محمد هاني بيشوت يعني رد الفعل من مدافع الالامونيوم هو واقف غلط عشان اتجاهه للمرمى تيك قامت خبطة في رجبته ودخل جوه عشان كده بتمنى نحمد مجدي هو لعب عارفك انا تابعته شوية يعني هو مش لعب وحش بس محتاج يشتغل اكتر محتاج يركز اكتر محتاج ياخد قرارات احسن محتاج يا هو ما شاء الله البنيان الجسمان وبتاعه كويس قوي بس محتاج تركيز اكتر محتاج يسهلع على نفسه ما تسعبهاش مش محتاج ان انت تزهر نفسك لانك انت عايز تزهر نفسك ان انت لعب كويس هتلاقي الاخطاء زيادة شوية برضو من دمن الحاجات اللي ظهرت النهاردة هو عودة محمود عبد الرازق للملاعب طبعا محمود عبد الرازق بقاله فترة بقاله بتاع حوالي ثلاث شهور والنهاردة اول ظهور ليه ممكن الماضيش اللي فات كان موجود لا باحتياطي والنهاردة ظهر مثلا في حوالي ثمن داقي اولا يا جماعة الثمن داقي دول يعني اعتقد ان الثمن داقي دول وقت ان ان انت تقدر تشتغل وترجع نفسك وتشتغل سرعات وتبتدي تحرك وتبتدي حتى نزولك بيفرق لان انت برضو عندك الخبرات بتاعتك ان انت تقدر تعمل الفير انا هقول رسالة وممكن الناس تيزعل الناس اللي بتحبش كبالة اللي قريبين منه انا بقول لهم والله يقولوله كفاية يعني محمود عبد الرازق لازم كفاية خلاص هو عامل السن وعامل السرعة بالبط الفعلا اللي بيحبه لو جمهور الزمالك بيحبه او الناس المحبين اللي حواليه يقولوله كفاية يا جماعة موضوع يعني ملاش علاقة ده ده كلام كورة ده كورة هي سنة الحياة النهار ده انا موجود يعني سني مثلا تسعة وتلاتين سنة غير لما كان عندي اتنين وعشرين سنة ولا واحد وعشرين سنة خلاص عامل السن المكان اللي انا بلعب فيه محتاج مهارة ومحتاج سرعة ومحتاج اسبرينتات ومحتاج وانتو وعملت شغل غير مختلف عن عبدالله السعيد يعني عبدالله السعيد من اللعبة اللي تقفع كورة تقيلة بيقدر يتحرك بيقدر يسدد بيقدر يحرك عنده عنده الرؤية افضل محمود عبدالرازق اللي فعلا اللي بيحبه يقوله كفاية الباس غلط التحركات غلط حتى المهارة بتاعته ما ظهرتش النهار ده ده الكلام ده جماعة بكلمك في 8 دقائق ما هو النجم لما بينزل لازم يعمل الفارق فعشان كده والله اللي بيحبه والمقربين ليه وحتى الجمهور اللي بيحبه يعني ما هيجي لك برضه اه مهما بحبك ومهما الجمهور بيحبك بس هيجي لك وقت ما الجمهور ده انت مش متوجد في الملعب عشان خاطر بس اسمي ما هو لو الواحد بالاسم ما كناش بطلنا كورة ما هو لو بالاسم يا جماعة كان أبو تريكا ما بطلش كان كابتل محمود الخطيب ما بطلش كان كابتل حسن شحاتها ما بطلش كان كابتل حسام حسن ما بطلش كانت الأسماء الكبيرة دي ما كانتش بطلت طب اعماد متعب ما كانش بط محمد بركات ما كانش بطل لو هي وقى الجمعة عسام الحضري ما كانش بقى بطل ما هي خلاص بيجي لك وقت هو جيل بيسلم جيل جيل بيسلم جيل فالناس اللي بتحبه والناس فعلا اللي بتحب محمود عبد الرازق والمقربين منه يقولوله كفاية على فكرة انت لما تسيب الكرة دلوقتي على فكرة ممكن يبقى ليك وضع مثلا في الجهاز الفني يبقى ليك وضع في الإدارة في الناشئين ايا كان بقى دي حاجة لها جزء اما كلعب انت واخد مكان لعب تاني ما فيه لعبة تاني شباب ممكن ياخد ما ياخد فرصته زي مثلا قوشة قوشة من اللعبة الكويسة على فكرة مش وحش بس محتاج يلعب محتاج يبقى متواجد طب ما تده عناصر لعناصر شابة هات عناصر تفيدك بقى خلاص للمستقبل خلاص الماضي انتهى زي ما بيتقال ده دي وجهة ناظر انا دايما ما باجهة تكلم بتكلم كرة لان بصراحة مفروض فيه لعبة تاني تزلع تطلع بقى وتزهر ونشوف لعبة وامكانيات لعبة مميزة عشان خاطر نبتدي نشوف كرة وعايزين نادي الزمالك يرجع عايزين نادي الزمالك يبتدي يطلع ناشئين يبتدي لعبة كرة تفيد نادي الزمالك في الفترة اللي جاي دي من وجهة ناظر انا عارف ان الكلام ده هيزعل بس انا ما اقول المقربين منه وبيحبوه قولوا له كفاية قولوا له كفاية خلاص معشان هيجي لك وقت الجمهور هيقول لك كفاية موكبت انحازي امام جي في وقت حازي امام نجم النجوم وافضل لعب في مصر ومنتخب مصر وزي ما بيتقال كده تعلب تاريخ كبير جدا جي وقت الناس قالت له كفاية هل انت عايز الناس تيجي تقول لك خلاص في الوقت ده على فكرة في الوقت ده الجمهور لما بيحبك ما هو مش شايف ان انت بتقدف الملعب هيجي لك وقت تقول لك خلاص كده ستوب برضو من ضمن الكلام اللي بيتقال متردد برضو على مصطفى فتحي مصطفى فتحي النهاردة مع بيرامة زي مش موجود ده مستوى مصطفى فتحي ده المستوى بتاعه في المبارات المصيرية ما بتلقوهوش نادي الزمالك برضو بيفكر ان هو يجيب مصطفى فتح طب يا جماعة طب ده النهاردة كان بيلعب وصاد الزمالك وطب بيس سيبكوا بقى من الزمالك أو خلاص هو كان منتهم من نادي الزمالك كان بيلعب وصاد النادي الاهلي ما ظهرش النهاردة برضو ما ظهرش ده باص غلط تزديدات غلط تمريرات غلط تحركات غلط فاللي بيخلنا تكلف الجزئية دي يا جماعة هاتو 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 هاتلعيب كويس لو انت عايز تجيب لعيب هاتلعيب مميز هاتلعيب يفيدك والله احنا بحتاجين ما نتكلمت في الاول على اداء نادي الزمالك اني ظهر بشكل كويس وكان الاداء افضل وانا هقولها تاني المدير الفني ده كويس جدا الدوله هاتقوله لعيبة هاتقوله وماشا يشتغل بيها عشان نادي الزمالك يظهر بشكل كويس دي وجهة نظري والله يا مدير فني كويس انا اول مرة شوف نادي الزمالك النهاردة منظم وبين حتى حالة الروح اللعيبة بما بعد سيبكم من التعادل فيه شغل فيه فيه قوام قوام موجود جوه نادي الزمالك تقدر تبني عليه ابني شوف مين اللي يفيدك شوف مين اللي هيفيدك الموسم الجاي شوف مين اللعيبة اللي هتصلح انه تبقى موجود جوه نادي الزمالك يعني زي مثلا ناصر منسي مع احترامي يعني هل ده ناصر منسي يعني ينفع يبقى مهاجم نادي الزمالك مع احترامي ليه والله مالهاش علاقة بس انا بتكلم كورة كورة جماعة معلش بط بط في الحالك انا بشوفه النهاردة بيلف بالكورة بياخد وقت 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 كبير قوي يعني لاحظوا كده تحسوا ان هو القرارات بتاعته يعني هو بيفكر جوه الملعب تسعين قرار طب انا عدي عشوه تباصي حاجات غريبة بصراحة يا جماعة مهاجم نادي الزمالك ده تعالوا شوفوا الاسماء اللي كانوا بيلعبوا مهاجمين في نادي الزمالك عبدالحليم علي كابتن جمالة عبدالحميد مش عايزة انسى حد اسماء تقيلة حسام حسن اسماء كانت تقيلة والد والد صلاح عبداللاطيف فيها اسماء كتيرة جدا والله انا مش عايزة انساها كان مهاجم بيتقال عليه مهاجم معلش ناصر منسي مش مهاجم نادي الزمالك بقول لكم يا جماعة والله شوفتوله في الكرة انا بتفرج بيلفه بالكرة ببطء غير طبيعي يعني عايز وقت كبير جدا على ما بيلفه بالكرة ويبتدي حتى يحضن حتى الكهر العرضيات بتاعته ما بقاش مميز فيها يعني كان بيتقال دايما في الهيدرس بتاعته في الكهر العرضية بيبقى اقوى حتى في المشاركات مفهود ان اللعيبة اللي هي المميزة دي بتبقى كل كورة عالية بتاخده زي كان دروكبة كده دروكبة كان كل كورة عالية بتاعته هو فيه مهاجمين في الجزئية دي العرضيات مع المدافع بياخد كل الكهور مع احترامي مفيش حتى المهارة بتاعته مع احترامه هو مش مهاري معندوش المرونة معندوش مثلا المهارة بتاعت ناصر ماهر مثلا وعبدالله السعيد او مثلا شلبي مصطفى شلبي طب انت مع احترامي انت مستفد عكس الجزيرة شفتوا الجزيرة الجزيرة عنده الترنات بتاعته وسرعة الحركة الحركة بتاعته والترن بتاعه وحتى الواحد الدواحد عنده مرونة عنده رشاقة جوة في الملعب مع احترامي ناصر منسي بقول لكم والله بيلف بالكورة تلت ايام عشان خاطر يلف بالكورة عشان يبتدي اخد قرار فده عشان كده بقول اختار اللعيبة ابني عليها الموسم اللي جاي واتمنى الناد الزمالك الموسم الجاي يرجع تاني ده طبعا كان كلامي على على ناد الزمالك هنروح لفاصل وانتظرونا بعد الفاصل في الاستوديو التحليلي مع نجم بلاس 90 كابتن ويل الاباني اهلا وسهلا بحالكم مرة تانية في الاستوديو التحليلي لمباراة نادي الزمالك ومباراة النادي الاهلي والمصر انتهت طبعا مباراة نادي الزمالك بالتعادل واحد واحد ومقفوز النادي الاهلي على المصري واحد سفر معانا كابتن وايل الاباني نجم بلاس 90 من هوردن حبيب اهيم حبيب نوردن دايما قبل ما نتكلم عن المباراتين معانا تقريب كده عن كابتن ميمي الشربيني نروح ونرجع لكم تاني ونرجع لكم ربنا يحليك رب تسلم رجلك يا إبراهيم أسعيل تسلم رجلك يا إبراهيم أسعيل في المباراة بتلخذ أنفسها الأخيرة ويعيد البسمة إبراهيم أسعيل رؤى ذات دع مرحلة المراحلة القروية ودخل مرحلة الرجبية براهو يا إبراهيم براهو يا إبراهيم يتقمّص شخصيتي السوبرمان كابتن مريد أبيني حط راجل حط رأي السلام يا سلام يا حزم يا بابا ما لها حزم أمام معجوم كورة يا أكسترا مهارات أكسترا حوال أدي بقى النعيف بنصح ملت بنصح أقل من نصح ملت للبدنيين والله بيعمل كل حاجة في الكورة ناقص يكلمها ناقص يكلمها شوف بقى الفرق بينه وبين عبد الحليب اطلعبت له الكورة حلوة 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 وحزم إمام يتقلق ويتجمل الكنج حزم إمام وابنوه برجل واحد الرجل إبراهيم سعيد يا سلام يا إبراهيم حط يا راجل حط يا راجل مش ممكن مش ممكن يا جماعة بقصة هدف قصة هدف كورة ضد عزال سعيد يطلق إحدى قذائفه من 30 يارضا لكن العرضا تتعطف بعد زوابي وتتردد تاني اللي صنده مرتين وحسك لبابنوه برجل وعلى إبراهيم وصندير يا أحسان يا أحسان يا أحسان له شهره وبريقه داخل مربع العمليات فتح سكة بلعبة حلوة جدا ناحية اليمين والغنضور إنما وطرور رضا يقدر يجبون والدوير والله يلسه بقول لكم وباشا تانيا وباشا تانيا يا رضا عبد العلي وطاهر وبيشوت كورة حلوة وتوعظه بول مش ممكن مش ممكن في الوقت القاتل في الوقت القاتل طاهر أبو زين يعيد اكتشاف نفسه ويفقق المكسب للنادي الأهلي في مشهد دراماتيكي غريب إبراهيم سعيد حتشوت من هنا يا إبراهيم والله حلوة بول مش ممكن بول مش ممكن يا إبراهيم سعيد مش ممكنك ربنا بيحبك يا إبراهيم سعيد بقول لك لعيد من طراز أوروبي وينصه الحلو يسكن في قدميك تسلم يمينك يا إبراهيم طبعا بشكر طبعا فريد الأعداد وفريد الإخراج وكل المسؤولين في قناة النهارة على الفيديو الجميل ده طبعا النهاردة مناسبة عيد ميلاد كابتن ميم الشربيني أيكونة التعليق في مصر طولة العمر ليه وبصراحة من المعلقين المفتقدينهم واللي بصراحة برضو من ضمن الحاجات إن الواحد ليه شرف إن في يوم الأيام كان وهو بيلعب كابتن ميم الشربيني كان بيزعلي كابتن وقل هو عيد ميلادك الأول ولا عيد ميلاد الكابتن من الشربيني أنا بحبه جدا مسارا كل سنة هو طيب وربنا اديله الصحة وعقبال مئة سنة عايز أقولك أسطورة التعليق في مصر الحقيقة كنا بنستمتع به كان الواحد ببسعيد جدا وهو بيعلق على مطشاته يعني كابتن ميمي لما كان بيعلق على المطشات اللي أنا بلعبها كان الواحد ببسعيد لإني معلق يعني عارف زمان بقى يعني حاجة إيه لأوي أوي أوي الكابتن ميمي الشربيني ربنا اديله الصحة يمكن أنا فاكر مرة كان بيعلق على مطش الأهل والزملك اللي كسبناها ثلاثة واحد فيه كرة كده على كسل بايرة كده إبراهيم كان يتفاول لنا وبعدين كان بشير التابع تقريبا في الوقت ده مصاب فكان ما فقلت الكرة دي إيه بدل منقلة وبتاع شوتها أجرب فقال لك معقولها هتشوت من هنا وال بص وأنا بشوتها لقيتها راحة في المقص أسام الحضر جابها بالعافية فإداني تعليق الحقيقة حلو جدا ساعتها قال لك يا سلام يا والي أباني والشوتها حلوة وعارف بقى غير القصة بعد الشوتها لكن كمان صوته مميز يا أبراهيم يعني الأصوات دي وفير أه طبعا 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 تعليقاته عارف فيش إفهات بقى اللي انت بتشوفها دلوقتي والإفهات حتى على قد المحدودة وحاجات كده بالشياكة حتى ما كان يتكلم على العب يشبههم مسلا آآ يعني فهم فربنا تدي له الصحة ودي له طلط العمر طبعا طبعا بنشكر برضو عمارة عمارة ومحسن على على الفيديو الجميل دوت يعني بنشكرهم على تعبهم يعني ودايما الحمد لله فريد العمل عندنا بيكتهد ودايما إن شاء الله بنظهر بأفضل حاجة كل سنة وكابتن ميم الشربيني بخير وإن شاء الله طلط العمر ليه ودايما يبقى موجود كده لأن فعلا إيكونة إيكونة التعليق قرى مصري كابتن وقيل لباني نكلم على مبارات نبدأ الأول بمبارات النادي الأهلي والمصري الأهلي كمل المسيرة أنا قلت هنا وفي قناة النهار وحصري بعد ما تشبهر من زلفات قلت إن النادي الأهلي حسم البطولة 200% من ناس حتى استغربت قلت لأ لسه فيه عدد مبارات وفيه نقاط وفيه 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 الموضوع خلاص طالما الفريق المنافس خسر مطشين وضع طبيعي جدا حتى يمكن قلت فريد برامز مش دي فريد بطولة إنك إنت عايز تاخد دوري ولما تلعب بطل الدوري ما تبقاش بطل زيه في الأداء حتى أسيبك من نتيجة أخد بالك أنا بتكلم حتى على الأداء فأنت لا تستحق أن تاخد الدوري فده وضع طبيعي نادي الأهلي الحقيقة ماشي بخطة سابتة كسب النهاردة المصري ماتش صعب ماتش ساهل الشيط الأولاني المصري كان أفضل ممكن يكون مراحش عجون كتير لكن هو الأفضل نشيط تحركاته اللي عيبة كان كويساً أفل الجيم بشكل كويس نص ملعبه كان أفضل ضيع فرصة في الديئة تمانية بتاعة صلاح محسن اللي هي العرضية العرضية مش أقول لك شبيهة لكورة وسام أبو علي لكن كان شغال بشكل كويس كان بيدغط من التلت الأمامي ما كانش ساب للنادي الأهلي المساحة اللي هي 35 متر الأخرى أنه هو يشتغل فيهم ولما كان الكورة بتعدي كان الارتداد بيبقى بشكل كويس هو وقف منظم بشكل كويس يمكن حتى أول فرصة للنادي الأهلي كانت في الديئة 44 اللي هي بتاعة إمام عشوري اللي هي بينية حسين الشحات اللي على الأرض اللي هي شطها بجوار القائم لكن النادي الأهلي عايز شط تاني كان أفضل حسن حسن مضعيته وبقى أنشط بقى أجريسيف على المرمى حسن هو اللي بدأ يهدد مرمى النادي المصري ممكن يكون النادي المصري شوية تراجع في الشط التاني وهو ده اللي خلى فيه تفوق للنادي الأهلي ولازم تعرف أنت لما تلعب النادي الأهلي نمر واحد لازم تبقى بدني أعلى حاجة بدنيا لأنك أنت بتدافع النادي الأهلي كورته سريعة عايز تطلع بالكورة أنت أسرع من التلت الأخير للتلت الأمامي وفي نفس الوقت لو النادي الأهلي قطع الكورة فأنت مطالب أنك ترتد بسرعة لأن النادي الأهلي مش يعني بلغة الكورة ما بيهمتش هو بلعب على المكسب على طول بتعامل مع المباراة بيضغط المنافس على طول عنده حلول على الدكة يمكن النهاردة التشكيلة بتاعة النادي الأهلي اتفاجئت بكريم ندفد أنه هو بيلعب أنا توقعت أنه ممكن أن يلعب أفشا لكن مش عارف إيه إيه حكيت أفشا ممكن يكون هو خلاص عارف أنه أفشا ورقة ربحة ممكن يعتمد عليها داخد بالك مش عيب ده ممكن يكون شغل مدرب حط في دماغه أنه هو ليه وقته معين ينزل لنشط الفرقة مبروك للنادي الأهلي وجماهيره مبروك لمجلس إدارته زي ما قلت لك دورة حسم سيبك بقى من قصة فضل له كام ماتشو الكلام ده ما اعتقدش أن النادي الأهلي في 21 نقطة هيخسر 10 نقطة ما اعتقدش أمورها تبقى صعبة جدا فالنهار ده الحقيقة النادي الأهلي قدى بشكل كويس رغم الضغوط بتاعت الماتشوات بس تحس أن النادي الأهلي بدنيا نوقف على رجله وللأسف بقى الناس اللي بتتكلم على قصة البدني والإجهاد لما النادي الأهلي بيكسب ما شفتش حد بتكلم على الإجهاد معنا اتكلمت قبل ما تخش أنا معنا عشان جاي في الطريق مجهدين مجهدين بالعكس هما لو مجهدين ما يكملوش المبارد نفس الأداء مش بنفس الدور لأنه خد بالك برضه يعني بس كابتون انت عارف انت ما شاء الله احنا لعيبت كرة يعني عارف بيجي لك وقت كده من الإجهاد بتاعك هو مش إجهاد إن انت مش قادر تجري هو إجهاد عضلي حيث إن انت ما هو الإجهاد العضلي هو تقيل لا هو بيأثر عليك في البدني في الملعة بس جري تجري عادي بس تقل لا 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 ما عليش يا بضيما أنا آسف بس هو انت لو العضلة مجهدة تمام مش هتقدر تديك اللي انت عايزه تمام فانت النهاردة المخ لما بيضي إشارة للعضلة وهي مش قادرة فاستحال ان هي تنفس دي معروفة في لغة كورة أنا آسفة راجري بس عندي حمل في العضلة بتاعتي فهي دي اللي مخليني تقيل شوية بس النادي الأهلي بيكمل لحد دي بيكمل لحد يعمل بيكمل لك هو بيكمل لا لا بنفس الأداء اخد بالك بس مش بنفس الباور لما يبقى مريح لا بنفس الباور خلينا خلينا متفقين لا بنفس الباور شواجهت نظرك بنفس الباور لأن النادي الأهلي حتى في المطشاط الصعبة تحس ان هو لا موجود عشان هو وقف على رجله طيب هو وقف على رجله عني بدني أيوة لا أنا أتكلمك ما هو وقف على رجله هو بدني كويس جدا بس الحالة من كتر المباراة تعافي المباراة بيبقى فيها ضغوطات يعني ناردة مباراة الأهلي والمصر المباراة ما ضغوطة اعلاميين وبردو فيها كل ده بيأثر عليك في الحتة جوة التركيز بتاعك جوة الملع ده كانت بين النهاردة خد بالك على حسين الشاحات وكانت بين على أمام عشور النهاردة بس برضو بيأدو بيأدو بس مش بنفس المستوى وهو في ارتياحية شوية يعني ما انت شفت إمام النهاردة حتى لأ بيرجع ويروح بالكرة وياخدها وياخد فاولات ولأ حتى وقف على رجليه لما بيتزق بيقوم وياخد الكرة تاني ما بيعتمدش ان هو بياخد فاول إذن ان هو وقف على رجله كويس قوي تمام دي واحد نمرة اتنين الروتيشن اللي بيعمله مستر كولر وده برضو خلى ان فيه النادل آلي وفع رجله ولما نقول ان اهل وزمالك ما بيقفوش على لعيب او اتنين او تلاتة احنا كان كلامنا صح واحنا قلنا الكلام ده معك كتير تمام كده النهاردة الرجل بيعمل روتويشن ماروان يلعب ملعبش نادل اهل زي ما هو اكرم يلعب ملعبش لنادل اهل زي ما هو افش يلعب ملعبش لنادل اهل زي ما هو صح والان؟ صح طب الناس اللي احنا لما نقول كلام يبقى احنا بتؤكورة وعارفين تمام طب الناردة تو تلعب كل ماتش كحاجة? احنا بنلعب كل ماتش. تمام? اه. نادي الاهلي بيلعب كل ماتش بستاشر لعيب. بيعمل خمس تغيرات. اه. صح او لا انا غدت قول? صح مزبوح. السيستم واحد. اه. مش هاسمها ده لعب مع مين وده ملعبش مع مين والكلام ده. طيب انا ليه بقولي الكلام ده دلوقتي? اه عزفة بس بتقولها ليه? هقولك ليه? اه عزفة بس. لان النادي الاهلي في الفترة الاخيرة حوالي سبع تمام ماتشات مضغوط ورغم ذلك اداء مميز نتيجة. هاي. مميزة. صح. مع فرق صعبة. تمام. صح كده? اه. لان الاول كان بتقال فرق سهلة. اه. خد بالك الفرق سهلة دي بتعمل اه. لما كان لعب اول اربع ماتشات مع فرق سهلة. اه. اكيد ده بياخد منه بدني. اه. لما جيه لي الفرق الصعبة هو برضه واقف على رجليه بدني. تمام. ازن في مدارب احمال لازم يتشكر. اه طبعا مش عالك كويس. ازن النهاردة مفيش حاجة اسمها اجهاد. لان كل العالم بيلعب كل تلات ايام. اه. بس برضو لازم نشيد بكلر بالرتيشن اللي كان بيعمله في التوقيتات الصح. تمام. في التوقيتات ابراهيم الصح. خد بانك. بشغل مدير فني بقى. طبعا. التوقيت بتاعه صحيح. طبعا. طبعا. النهاردة حتى ريدة سليم بصراحة. طبعا. بس ده مش معناه. اه. ان الدوري ما يبقاش فيه فاصل راحة. اه. الناس لما بتتكلم على الايجاد لازم نعرف ان الايجاد هو المواسم لما بيبقى فيها يعني. ضغط. ضغط يعني ان هو بتلحم الموسم بموسم 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 هو ده لكن كل تلات ايام لا مش هو ده. انت لو خدت راحتك بشكل كويس لازم تلعب كل تلات ايام. طبعا. ولازم يبقى فيه مدرب محضر مش اهل من 18 لعيب والكلام ده احنا قلناه وده اللي بيحصل في النادي الاهلي دلوقتي. اه. عشان كده النادي الاهلي متفوق. هو او بسارة في الحتية دي عملها بشكل كويس. اه فاتيجي تقول لي بقولها لي دلوقتي بقولها والنادي الاهلي بيكسب. بقولها والنادي الاهلي وقف على رجليه. لانه لما بيجي يحصل حاجة اول كلمة ابراهيم وانت عارف. في نه. ودي على لسان كل الناس. اسierung الكول الناس. الاجهاد 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 الاجهاد. انا بالله قبل ما تخش معي. انا كنت بتكلم ان باين على اللعبة دي من وجهة نظري. ان اللعبة مجهدة. اه وقفين على رجلهم كل حاجة. بس باين عليهم الاجهد. بس هوا مش موضوع اجهد عضلي. ممكن اجهد زهني. اجهد ضغطات. برضو مسئولية كبيرة جدا على لعبة النادي الال. خارجين من مباراتين. برامتز برضو انت عارف ان حاجات المبارات اللي ذاتي ترى محتاجة اه مجهود اه زهني وبدني ومجهود مضاعف. ايه بس لازم تعرف ان معنويا النادي الالي. افضل. طبعا. طبعا. وان هو قرب من الدوري. تمام? وان هو انا انا بقول. قلت من موت شفاق ان هو حسم الدوري. اه. معنويا في حتة تانية. فده بيفوق اللعيبة. اه. خال اللعيبة جوه الملعب. لأ. يعني بتدي حالة حالة فواءان اه جيدة جدا. اه. فده كان اه. عايز اوريك المغراك. خد بالك كمان نادي المصري اه بدنيا عالي. شغالين كويس بصراحة. صح كده? بصراحة اه. برغم الحتة الجزء الهجومي ما عنده همش الفينش كويس. ما عنده همش الفينش اه ممكن. يعني حتى استغربت ان كابتن علي ماهر ان رضا ملعبش يوسف اه بن فخري. فاخر الدين بن يوسف. اه. فاخر الدين بن يوسف. لعب الشوت التاني بس. بصراحة ما ممكن صراحة على اساس ان هو حركته اخاف شوية. ممكن. الله اعلم. بس فاخر الدين بن يوسف افضل بكتير. انا عارف ان هو افضل. بس ممكن. اه. ده هو اللي بيلعب كورة. ممكن يكون لرؤية مختلفة. ما اعلم. هل كان مسلا كابتن علي ماهر مسلا اعتمد على على ان سلاح محسن كان في الاهلي ومشي فقال لك بعدها ينزل يبقى غالل زي ما بيتال كده في الكورة يعني. مش عارف مش شرط. مش شرط. وفي مدربين تانية بتقول لك لأ عشان هو هيبقى مضغوط. اه. وعيز تطلع كل اللي عنده فممكن يبقى وحش. اه. فعدو. مش شرط. هو اكيد ليه رؤية معينة كابتن انت لو مجيل فان المصر تلعب فخر الدين بن يوسف ولا تلعب اه. لأ هلعب فخر الدين بن يوسف. انا لعبان كمان. طبعا. طبعا. بصراحة. هو كمان رجلي في المرعب ولعب كويس وهدر كويس خد بالك. اه. فانا لعب فخر وعنده حلول كتير جدا ومن اللعبة اللي بتعمل ازمة لأي مدافع بصراحة والتحركات. بصراحة بغايم. المشكلة عند الفرق اللي بتلعب الناد الاهلي. انت ليه بتحس ان هجوميا هما قليلين عشان هما ما بيروحوش بكسافة. حتى في في العجمات المرتدة هو بيعتمد على اقصى حاجة تلات لعيبة. اه. وانت بتلعب الناد الاهلي مع ان كمان مستر كولر ما بيلعبش اي حد في الناد الاهلي. يعني يعني اي حد ما بيدفعش ما بيدعبش. فتخيل ان كل الناس بتنزل تحت الكورة. اه. بترتد بسرعة. وده باين وواضح. حتى وسام ابو عالي لما تيجي اه الناد الاهلي في حالة دفاعية بينزل عند كدس الدايرة بتاع نص ملعبه. صح. فتخيل بقى وانت عندك عدد قليل مع الضغط بسرعة ان هو عايز يجيب الكورة. طبيعي انها تقطع. فلازم تعرف ان انت لما تيجي تلعب الناد الاهلي او زمالك او اي فرقة. لازم انت عندك على الاقل خمسة بيهاجموا الخمسة التانيين وراهم. عشان حتى انت تلاقي حلول. الرجل اللي معاك كورة يلاقي حلول. لكن انت بتيجي الكورة مثلا اللي ميدو جابر ما بيلاقيش حل. فهمني? بتيجي لصلاح محسن ما بيلاقيش حل. بتيجي مش هل. ما بيلاقيش حلول. عكس الناد الاهلي بصوا بيهاجم بقى الدول. عنده حلول من نص ملعب او من على الاطراف. طبع. 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 تخالي ان هو عنده حلول. مثلا بتتكلم في امام. بتتكلم في حسين الشحات. في وسام في ردسليم. بيطير كريم فؤاد. بيطير محمد هاني. فعنده حلول. هو الاجرأ. مه. الكورة فيها جراءة. وفي نفس الوقت فيها اتزام. طبع. طبع. يعني مش جراءة ان انا اروح بسبعة تمانية. وان انا سيب خط ظهري مفتوح. مه. لا دايما نقول ايه? اللي معاك كورة هو الاخطر. مش اللي ما معوش الكورة. تخلي اللي معاك كورة هو الان يروح بكسافة. مه. بالعكس ده هو اللي همسكك. ودايما نقول ايه? الوضعية بيبقان تقرب لجونك. يعني ده المصري وده النادي الاهلي. صح? صح. انت لما بتهاجم بتهاجم كده هو متأخر. مين اقرب? اه. ده. في الارتداد ده. اه. لجونه. صح? مه. يحصل لازم تهاجم لان هو اللي يقلق هو اللي بينزل. فبتشتغل. طب لو تقطعت المفروض ده الاقرب. مه. في الارتداد. مش ده. هو اه سرعة بتاعة الالي اسرعة شوية بيعتمد على حسين الشحات وعلى ريدا سليم. ما هو بيعتمد على حسين الشحات وريدا سليم. هرجع اقول لك تاني. عشان السرعة بتاعتك. ما انت لو بتهاجم من ناحيتي لمين مسلا. طبعا. لو انت كنت بتهاجم مسلا من من عندي سامير فكري. اه. ده بالنسبة لما سيبتكلم عنه ده عام. اه. فانت في ناس عندك واقفة اللي هو عمر سعداوي. وده بش. وعمر موسى. وزداء. اه. لان هو ده اللي بيلعب ستة. الاربعة دول ما يكونوا واقفين. هيقفوا على كام واحد. على تلاتة. مه. لا ما بيقفش على تلاتة. ليه? لان الاربعة دول ما بيتأخروا. اصلا مستر كولر بيعمل ايه? نازم بيرجع الاتنين الاطراف. اللي هو حسين الشحات وريدا سليم. مه. لتحت. ما بيسيبهمش معلقين. اه صح. ازا بيبقى فيه فرق بين الاربعة دول. هو بيسيبه سام بس. بيبقى فيه فرق بين الاربعة دول. والاتنين اللي هما لسه جايين. مه. حلو كده? طب لما ترد اللي هو حسين فصل ومحمود حمادة. لما الكرة تتقطع. تتقطع. الكرة سهلة. سهلة. لكن انت من جوة. الان الكرة تتقطع. اي فرقة بتهاجم. تقلق ان الكرة تتقطع. مش هتعرف تهاجم. مش هتعرف تفنش. سهل. مش تعرف تسيطر على. طبعا. لكن لما يبقى عندك الجرأة. هتلاقي اللي قدامك ايا كان مين? هو هيقلق. مه. وده اللي بيعمله النادي الاهلي. ايا كان مين? هو ما بيقلقش من المرتدة. لانه هو عنده ناس عارفة ان الكرة دي لما تتقطع حاجة من الاتنين. يعني يجبها في مكانها. يرتد بسرعة تحت الكرة. تمام? ويعمل كسافة بلوك عشان يقطع الكرة. صح. ده الفرق بين الاهلي والمصر النهاردة. ايه رأيك في الهدف الاولين للاهل? هدف الاهلي يعني. حلو جدا. جدا. صراحة. جدا. وآآ وسامة ابو علي كل مرة يثبت ان هو فرود. سيبك من عالمي. فرود. صح. النهاردة كرة زي دي وانه هو يشعر. لكم لك هو مش جاي مش طالع آآ مش عامل تيك اوف عالي. ما اقول لك لا. لو جاي من الوقافة وهي جاية كده فهدفك. بس يعني عارفة. توجيهها بتاعته. جسمه يعني مط الفوق شوية. صحة. ايها توجيهها بس مغيب. الافر كمان حلوة قوي. هاي. صح. الحقيقة. رادة سليم آآ عمل افر حلوة قوي. يعني عدة وشاف المساحة. الرؤية بتاعت. لا هي بص الرؤية مش هكذب عليك الافر اللي بتعمل. ما بتعملش برؤية. بس بص. بص بص خلينا متفقين. تفاق مع اسو دي هو. لا لا بص خلينا متفقين. يعني هو عمله خلاص? لا الافر بتعمل طول ما انت مش لوحدك. وانت بتجري. لا لا طول ما انت مش لوحدك. مم. لانه خد بالك. لحزة ما بعدي بابقى باص استحت. لا بس والله آآ اسمع. في في لعبة مميزة في الحاجات دي لما بيعدي بيرفع بيرفع وشه. ده لما بيعدي ويبقى فيه فرق بينه وبين المدافع حوالي خمسة متة. آآ. لكن لما بيعدي ولسه الراجل بيحط رجله بيعمل بلوك. لا. لكن هو. هو خد الكرار. هو صح في مساحة كويسة. يعني اقول لك على حاجة هي لواطية سنة. اه. مش ما اقولها يكون حتى بالمهاية. هي لواطية سنة كان ده باش اطاح. صح كده? بس عشان هي جمدة. عشان هي حلوة. حلوة ومعمولة قوة. دايما دايما ابراهيم حتى وانت مدارك تقول ايه? وانت رايح اعمل الاوفر قوي. صح. فعلو معينة. صح. مليكش دعوة بقى. مليكش دعوة بقى. وبص ومليكش انت دعوة. صح. هي بقى تروح في المكان الكويس. صح. في سرعة كويسة في ارتفاع كويس. دي بقى انت ونصيبك. اكي حي. عشان كده قلنا الاوفر حلو. مش انه هو مناشي. اه. لأ انا ملتقش مناشي. فيه فرر. هو رفع وشه. رفع. لا لا لا. لان ممكن وهو. لا محبس. بص بص بص. اصلا يرفع دي. بص يا يا رجل. ساعة تحطت الرجل دي. ايه رأيك لو ساعة تحطت الرجل دي. وسامة ابو عالي امقاطة على الاولانية. ما ممكن. اه. مش دي ساعات بتحصل. لا انت مش فهمني. انا انا عايز افهمك فوجة نظر في الحيطة دي. عشان بس تتفهم صح. انا بقولك ان هو اول ما الكورة عادة بيها هو رفع وشه. ما مش مش رفع وشه وهو بيعمل اوفر. طيب. يعني قبل ما يعمل الكروس بتاعه. ما رفعت الوش اصلا عشان اعمل اوفر. اه. قبل ما انا اتصرف في الكورة لازم اكون شايف مين في التمنتاشر. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. يعني هو. بس بعد ما عديد بقى. اول رفع بناء يعني عمل اوفر بناء على البصة بتاعك. انا دلوقتي رحت سنة وقفت خلاص بصت شفت وسام ان هو بيتحرك. اه. اه هو كده عرفت ان وسام داخل التمنتاشر لكن فين? ما عارفش. انا ما ببدأ اعدي لان كن اخد بالك كان واحد ما قابل واحد بيجري وراه. اه تمام. فمش هيسيب الاتنين وما يركزش في الكورة بعدين يبص كده ويشوف العبر. لا مش دي مش قصدي كده. طيب ما انا بتكلم ساعة التعديد. انا قبل انا بتكلم قبل. انا بتكلم ساعة التعديد. اه. اكيد بص عالكورة لانه بيعدي. اه بص عالكورة. صح كده? هنا هو عارف ان وسام داخل التمنتاشر. لما بيعمل الاوفر هو بيعمله بشكل معين. تمام. لكن ما بيحطوش ليه? طب افرد الاوفر ده اتعمل اوطى من كده. ووسام هو بيتعمل ام قاطع. طب. ليه? لان انا بنقول الفروت بيتحرك ساعة وانا بحط رجلي في الكورة. عشان يبقى فيه. فيه لعبة بتاعة. فيه توقيت كمان. فيه توقيت. انك توصل للكورة ده فيه توقيت ليها عشان تطلع كويس. طب ايراك لو سام كان قاطع الاولانية. كنت هتعدي. اه. صح? فانا شايف ان الاوفر حلو قوي. والجون حلو قوي الحقيقة. طيب اه هسألك على كم لعيب كده على مستوى بس نروح لفاس ونرجع لك. ماشي. اهلا وسلام بحاجة لكم مرة تانية مع نجمينة ونجم بلاستة سعيد ونجمينة الزمالك كابتن وايل لاباني. كابتن وايل لاباني عايز اسألك على كم لعيب كده في النادي الاهلي وعايز اخد اعرف رأيك في يوم. كريم فؤاد. كريم فؤاد هايل. صراحة. بص انا قبل قبل ما تقول لي واحد واحد هقول لك على حاجة. هو مش هقول لك الفرة كلها. انا عايز اخد. لا ميزة في لعيب النادي الاهلي. عندك كريم فؤاد. اكرم توفيق. حمد عبد منعم. رامي ربيع. الاربعة دول من الجحين النادي الاهلي في الناحية الدفاعية. هم دول انا كنت هسألك عليهم. والله شوفوا بص انا حاطت لك تحتهم خط. الاربعة. قبل ما تسأل حتى ممكن انت في الفاصل بتقول لي ارك في كريم فؤاد بس. انت موضيك الورقة. صحي. لقيتني حاطت خط تحت كريم فؤاد. الاربعة دول دفاعية من الجحين النادي الاهلي بشكل كبير جدا 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 جدا. بقى فيه انسجام ما شاء الله بينهم بمبعض حلو. انسجام حتى وفي الحاجات الفردية. اه. يعني كريم فؤاد كوي جدا دفاعية. صحيح. فهمني? يعني عايز اقول لك اه انا مرة انت كريم فؤاد اه في النجوم على فكرة. لا والله. اه بساتة كان بك رايت. من اللعيبة رجالة اوي. اوي. خد بالك. ومجهود عالي اوي. ارتداد كويس اوي. بيطلع بسرعة كويسة جدا. تمام? واحد على واحد مش سهل انك تعد منه. نعم. تمام? حمد عب منعم. فأعلى تركيزه. رامي ربيع. رامي ربيع. اي. اكرم توفيق. بيغطى على ده كله. لانه اكرم توفيق واخد حرصة. في النواحة الدفاعية. صح. يعني هو لو بيلعب تمانية ايمين. حس ان هو ممكن يغطي جنب كريم فؤاد. وده كان بيحصل. مم. ويغطى على محمد هاني. ويغطى على امام. ويغطى على الناس كتيرة جدا لان مجهوده البدني. ما شاء الله عليه. تمام? فده منجح النادي الاهلي الدفاعية بشكل كويس اوي في ناحية الضغط. صح. اكيد الباقي معاه. بس مش بنفس. مش بنفس القوة. مش بنفس النسبة. صح. فده واضح جدا. بتيجي بقى تتكلم على حسين الشحات وسام وريدها سليم. تمام? مع امام. الاربعة منجحين النادي الاهلي في النواحة الهجومية. هم. كايزة اسألك على امام. هي بتتقسم. 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 ده اللي منجح النادي الاهلي. لا مركزية بين حسين الشحات وامام عشور وسامة ابو علي. حسين فيش افتاة بتحصل. ممكن حسين يخش الجوة امام يطلع لبرة. كريم فؤاد يكمل. تمام? نفس القصة بالنسبة لمحمد هاني وريدها سليم. اكرم توفيق. رغم ان هو ممكن يكون مش لعيب كرة. زي ما الناس شايفاك. بس زوره مؤسر جدا. مهم جدا. سراح. تمام? لكن برضو بيكمل. بيكمل كمان دي بتفيده في ايه? ان الكرة لما بتتطع هو قريب. فبيقدر يقفل. حتى لما بيخداش بيعمل فاهم. طبعا. فبيعطل اللعب. مسامة ابو علي. الوقت بقى عندك واحد هداف. بيخلص. اكتسب سيكة زميله. اكتسب سيكة جزور. بيخلص. فانت النهاردة الامور لأ. في النادي الاهلي متكاملة. صح. الحقيقة سواء في النواحة الدفاعية او في النواحة الوجومية. عزلك على مستوى الممعشور. اه شوية وشوية. خلينا سرعة. يعني. انا ده اللي اقولك الله. ساعات ساعات يبقى في حالة كويسة. وساعات يبقى مش في حالة. تبدا تفتكر ليه? وهرجع اقولك تاني. امام. وده اللي انا كنت بقوله من فترة الناس كانت بتتريق عليا. مش مشكلة. امام دلوقتي بقى بعيد عن التهديف. صح? ام. ما بقاش واخد السوكسين. اه اخ من المباراتين مسلا تعريبها. معلش. اه. الاربع خمس مطشاط اللي تلعبوا. كمان قبل كده. كانش بيجيب اهداف. دلوقتي نسبة الشوت بتاعته مش مؤسرة. هل بيبقى مستعجل? لانه بقى استعجل. ما شفت? احنا الاتنين. اه. لانه بيبقى مستعجل. وانا قلت الكلام ده قبل كده. اه. الحمد الله رب الحمد الله رب. عشان الناس اللي كانت بس بتتريق علينا. انت مستقصد امام. انت مستقصد امام. انت مستقصد امام. ده من ناحية تزديد انا اتكلم. لا لا لا. من ناحية. على التهديف? لا من ناحية اداءه في المرعب. اه. انا قلت باللفظ. امام لو ما جابش جون. انا بالنسبة لي. بص على. انا بالنسبة لي مش بقيمها كتهديف. يعني وارد ان. لا. انا قيمتها. انت بتكيمها كتهديف. لان انا مش بقيمها كتهديف. لان كان في الماتشاط اللي كان بيجي فيها هدف. يعني مباراة برامج زلال اخيرة كان هايل فيه. سانيا بس في الماتشاط اللي كان بيجي فيها اهداف. ام. تمام? كان هو هدف ولعبة. شكرا. ام. طب وانا كنت ساعت اقول ايه? ما عنديش مشكلة واحد بيكسدنا يسيبه في المنع. بص. لكن في فرق ان انا بقول اللي بيحصل. وفرق ان الناس تقولك اي كلام خلاص. عادي الناس كتب. احنا بقالنا تمام ماتشاط. امام اتلاقي لعب فيه ماتشين كويسين. صح? يعني بتحول اربعة. اتنين. 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 برامج زلال اخي. كأمام كأمام اتنين. طب هل دي مثلا هو اخد اه دور مختلف ولا? هو هو نفس الدور. ليه? بسألك انا بسألك. لا هو هو نفس الدور. ناس بتدفع ليه بشكل كويس او انا قلتلك حتى امام امام دفاعيا. انا قلت انها مش عجبني. امام دفاعيا مش مش احسن. يعني ماتش اللي فات كان ماتش برامجز كان كويس. عشان ماتش بيضا ماتش ده ماتش الدوري. اه. وماتش مفتوح كما فيه كورا اط. اه. احنا لما نجي نتكلم على لعيب. وانتو اللي قلته. واحنا اللي قلنا. احسن تمانية. في مصر. ما العبليش ماتشين تلاتة من تمانية كويسين. بطفل معك. هلعب لي ستة كويسين واتنين ممكن يكون اه متوسط. ده عادي بطفل معك في دي. صح كده? صح. بطفل معك في دي. طيب اللي انا بقوله بقى. وكلمت على فكرة على جزئية الاستعجاله في التسديد والنهار ده كانت بينا حتى ان هو مستعجل. مش من النهار ده. استعجل في القرار. بقاله فترة كبيرة. بقاله فترة. ليه? لان امام عايز يبجون عشان يبقى في الصورة. زي ما انا كنت بتكلم. امام لو مركز حتى في الكور اللي هو بيعدي بيها. لو يلعب الباص بسرعة. هو بستعجل اوه. لو الباص بيلعبه بسرعة عشان ياخد التانية بالعكس دي بتفتح له مساحة. طبعا. دايما لما نيجي نقول انت جاي. بزات انت جاي من الحركة. بص اعمل واحدة وخد التانية. صح. وساد. تفتح لك مساحة الشوت. صح. لكن انت عايز تعد من الاولاني. يبقى قدامك فشك واحد مش هستلعبها. عايز تجيبه تاني. لما تلاقي الدنيا مخنوقة من اتنين توم. عامل الباص. ليه? لانك انت اول تفكير عندك انك تشوت. عايز يجيبه هدف. هو مشغول بالسوشال ميديا? ممكن. اه. عايز بينه. شخصيت شخصيت امام اقول لك. انت قادرة. ممكن. كشخصيت امام. انهم مركز على السوشال ميديا. اه. اتعرف في حاجات ساعات طبيعي مسلا انت عليك هجوم مسلا من السوشال ميديا فتلاقي نفسك انت عايز تزبط وجودك فمن كوتر ما انت عايز تعمل كل حاجة انا بتعملش حاجة. انا بقول لك اه. ممكن. نسحتك لي ايه طي? لا يركز في الملعب. يركز في الملعب وما يستعجلش ويشتغل باداء وما لوش اي دعوة بحاجة. مسمعش الحد. حتى الكلام اللي احنا بنقوله ده. انا بقول كلام على ارض الواقع. اول انا قلت قبل كده وما بغيرش كلامي. بص حتى انا قلت لك انا بقول ايه? زي ما بقول لك النادي الاقلي محدش تكلم في سيرة الاجهاد اه انا بتكلم والنادي الاقلي بيكسب. وبنشيد بيه وبنشيد بكلها. صح كده? صح. الحاجة الصحة بنقول عليها. عشان بس انا بفكر الناس بالكلام اللي كان بيتقال. والله كنت نقول الحمد لله احنا من ساعة ما بدأنا البرنامج يعني تلات يام بتوعي الحمد لله احنا فيش حاجة تقريبا انها غلط. هنا 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 هنا. وطبيعي ان انت ممكن تقول حاجة بتبقى بعد لك لها مسلا بتطلع غلط والد. طبعا. بتبقى بعض لوجات النظر يعني. ولو طلع غلط اعتذر. ده شي طبيعي. طبعا واعتذر. ده شي طبيعي. ومش هغير كلامي. اعتذر لكن ما غيرش. خد بالك عشان الناس بتنسى. لان الناس كتير قوي بتتكلم وبتغير كلامها. فالناس بتنسى. فحتى تلاقي السوشيال ميدي ايه? يجيب له ايه? قبله وبعد. مش متى لما تكلمت النهاردة. يعني مسلا انت لما تكلمت ما هو ساعات الناس بتجيب لك قبل وبعد. مسلا سين كانت تكلمت. طب اقول لك الحاجة. انا اه في بداية احمد فتوح. احمد فتوح يا ابناء الزمالك. ايو ايو ايو. اكتر واحد تتكلم عليه قلت عليه مستوى وحي شوي يمشي في نادي الزمالك. وانا اقول. لا انا مقولتش يمشي. انا قلت. انا قلت معك ايه? اه ده كنت معاي في الوقت ده انت? لا. انا لما كنت معاك وكنت بتتكلم على مستوى احمد فتوح. لا انا بكناك من زمان اول مظاهر اول مظاهر. لا. اول زهور ليه? لا فتوح مستوى نادي الزمالك. اول زهور ليه? لما كان فتوح. لا لا لا. لما كلم على اول زهور كان لسه طالع. كان لسه طالع ما خدش فرصته. اه. بتتكلم على كده. انا كلمت على دي اه في الوقت ده. اه. فانا اتكلمت قلت ان فتوح لعبه طريقة لعبه. ما تمشيش معنا الزمالك. فبيعودوا يجبوا لي الفيديو ده طب يا جماعة ده انا كان ده مثلا من 2018 او 2019 حاجة زكي كان في الوقت ده كان لسه صغير لما بقى كويس فقلت عليه كويس انا الحد والتي ما بنقعد نشيد بفتوح انه افضل لعب في مصر وافضل لعب في منتخب مصر ومفيد جدا في الناد الزمالي ففي فرق ان ده تتكلم في الوقت بتاعك اللي هو الوقت انا النهار ده وحش انا دايما لما بتكلم يا ابراهيم في البدايات لو لعب لسه بيبتدي سواء راح الزمالك وراع الاهلي ما بحب شد رأيي ما ده لنا تعلمكم بصراح انا الحمد لله دايما معاك حتى تيجي تقول لي حتى لو تفتكر مودست قلتلك ايه سيفي كويس ما قدرش اقايم دلوقتي السن هيفرق اه ممكن يفرق لكن هيبان عافية ده لنا تعلمتم ما بدش احب قايم من البداية بعد ست مودشات بدأنا نقايم مودست صحيح كده نفس القصة اي لعب جديد بيجي تيجي تقول لي ايه رأيك اممكن ادي حاجة بسيطة بس بوادر اقول لك لا في بوادر كويس بوادر هنشوف الفترة اللي جاية في بوادر لا مش داي لعب اهلي ولا زمالك هنشوف برضو الفترة اللي جاية لازم لكن ما ينفعش ادي قرار من مودش او اتنين لان انا معرفش هي ماشية معاه الامور النهار ده احسن حاجة طب ده قوة المودش اخباره ايه فبنستنى مواقف لان الكورة اخد بالك مواقف يعني ايه مواقف يعني انت حتى دايما في الاختبارات لما بيجي كده نبقى في رؤية للولد بنعمل ايه بنحطه في مكان مع ناس عادية فتلاقي فيه حاجة حطه مع ناس متوسطة نلاقي فيه حاجة نحطه مع ناس جامدة ما نلاقيش حاجة مرة اتنين تلاتة خلاص يبدا مش طيب هو عمل باس كويس تمام بس ممكن يكون الضغط مش قوي ما كانش عليه ضغط قوي فبنستنى لما يتضغط عليه بنستنى في الحركة بتاعته عشان كده هي رؤية مش سهلة سهل مش كل واحد يشوف لعيبي ام رقص كده واحد لا طيب اللي عدى منه ده بص بص اللي عدى منه ده هو اعمل ازاي بيفهم ولا ما بيفهمش فاهم مش عشان عدى يبقى سلام الواد ده كويس هاتو لا لا فيه مواقف لازم تتحدد تمام تحت ضغط هيعمل ايه تحت ضغط واحد بس هيعمل ايه تحت ضغط اتنين هيعمل ايه في الزحمة هيعمل ايه حتى لو هو مش مضغوط فيه مساء اتنين تلاتة حواليه فيه ناس لازم يكون فيه عنده رؤية هيعمل ايه انت فاهم هيتحرك ازاي لو هو من غير كورة بص حاجات كتيرة مقدرتش اقايمة لما اعمل الحاجات دي عشان كده بندي حوالي من اربع لست مطشاط نقيم فيها نعيبة فاعتقد الامور بتبان نروح على مباراة نادي الزمالك وبينا مدس نروح انا عجبني هدى نادي الزمالك النور ده في المباراة بصراحة الحقيقة نادي الزمالك قدى جيم كويس جدا بصراحة والناس ما كانتش متوقع ولا انا بصراحة الناس اللي بتشكك في نادي الزمالك انا بقول لهم لا مش تشكيك هو ده الكلام اللي تقال لا لا بص 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 هقول لك على حاجة الناس اللي بتشكك في نادي الزمالك ياريت يخلوهم فحله مش انا انا في حالي انا واحد من الناس اتكلمت لا طيب خلاص انا واحد من الناس اتكلمت انا مسمعتكش مش قصدي انا موصدكش بالصحاب اتكلم وهو دي كويس ان صراحة منك تقول ان ان انت انا واحد من دون لكن الناس اللي بتشكك في نادي الزمالك لا لازم نعرف النادي الزمالك أنا ما شككش أنا قلت إن الكلام ده طالع ما ينفعش يطلع من نادي الزمالك أبسط حاجة أبسط حاجة الناس ستقول لك إيه آه نادي الزمالك بقى عايز بيرامدز يكسب فهينزل مكسل طب هو مش هيباين بس مش عارف إيه ده حتى التشكيلة بتقول لك إن الراجل نازل مهتم أداء هايل فرقة بيرامدز النهاردة مش أحسن حاجة الغيابات اللي موجودة في نادي الزمالك تمام حتى الحارس اللي هو ليه مستقبل تمام معرفو انت لا معرفوش حالي أول ما نشوفو ما سماتش عنه مسلا سبين عليه أنا أنت عارف أنا ما بخش لا عادي ممكن يعني بتكلم إن انت ممكن تكون تعرف عنه حاجة لكن هو لأن أنا عجبني بصراح لكن هو بوادف هنرجع نقول بس نتمنى أنه هو يبقى حاجة كويسة النادي الزمالك محتاج جول أنت فاهمني فإحنا المهاردة لما نيجي نتكلم نتزا مالك هو الأفضل سيبك من آخر سبع تمن دقايق آآ النادي بيرامدز التعدل بضرب الجزاء نتزا مالك كان ليه فرص حلو فلا نتزا مالك قدى بشكل كويس في تركيز عالم اللعيبة في تركيز والتمركزات بتاعتهم آآ فيه اهتمام آآ يعني لا أداء كويس أعايز أكلمك برضو من على على العيب اللي هو أحمد مجدي لسه شوية أنا مش بقس عليه بس هو لسه فعلا زمان تولد هل برضو لما يبقى العيب جنبه خبرة مثلا برضو دي بتفرق بشكل كبير جدا لأ بص احنا عندنا مشاكل أصلا في الدفاع نتزا مالك عنده مشاكل دفاعية مش في الدفاع بس هي اسمها مشاكل دفاعية آآ فصعب جدا انك تحمل ولد زي ده في وقت زي ده ده اللي أنا قلت آآ مسئولية صعب جدا انك تحكم عليه آآ يعني لازم تحكم عليه في ظروف لازم تحكم عليه في ظروف أفضل من كده صح فهو النهار ده ما ينفعش تحكم عليه بالتشكيلة دي بالنواحة الدفاعية آآ فلا ممكن ياخد فرص تانية في أوقات أفضل يبان يبان كل ده بيعلمه يعني يبان في مباراة أحرز آآ هدف نفسه ده عادي كلنا ده اللي تلغى ده الجون اللي تلغى لا مش النهار ده بكلم على قبل كده مش عارف مباراة ايه كده ده كان ده تاني خطأ لي بالنسبة له فانا بتكلم عنه حتى لو أخطأهم موجودة فده شي طبيعي بيحسن فكرة حتى ضربة الجزاء النهار ده طبيعي جدا عادية يعني مع احترامي مش أوحش من حسام عبد مجيد بتفق معاك والله أنا آسف وأنا بقول الكلمة دي لا بتفق معاك في دي وكلبت كلمنا في الجزاء دي أفضل بكتير على قبل الناس حسب غياب حسام عبد مجيد ضغم إنه ولد صغير اللي بيلعب هو محتاج بس يشتغل ويشتغل أكتر ومحتاج حتى برضو يشتغل وناس تشيلوا بتفق معاك اشتغل وناس تشيلوا بتفق معاك في دي لازم بقى فيه وقت معين اللعبة دي تلعب فيها عشان نقدر نحكم عليها بدليل فاكر لما تفت يعني أنا كلمت معاك قبل كده قلت لك حتى مصر جمهز أغلط في حاجة إنه هو حتى سبعة تمانية فيهم خمسة ولا كانوا ناشئين كانت غلطة لإنه مش تقدر تحكم عليهم لأنه هم مش هيشيلوا بعض انت لما تنزل الناس على أقل واحد أو اتنين بيت كتير عشان اللعبة كبيرة هي اللي تشيلها لكن ده ما حصلش لما هتعمل كده ونتزل مالك يبقى في أفضل حياته وتقدر تحكم على الولد ده شايفت شنوي محمود شنوي وأحمد مجدي لسه مش هنقدر تحكم عليهم دلوقتي لكن يعني نستنى علي نستنى علي ومش من الناس يعني ما تاخدشي قرار فيهم تمشيهم دلوقتي خالص 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 خلوهم يوم موجودين أحمد مجدي كمان ستايله كويس لعبك على فكرة وكرته حلو لا كمان ستايله كويس يعني كمساك ستايل جسمه كويس واستلامه للقورة حلو ويوقف قويس يعني عنده رؤية حلو بلسه محتاج حد يشغل ما نقولك فلازم نستنى عليه شوية دي حقيقة بسرعة نرده فيه مكاسب كتير جدا يعني الشنوي وأحمد مجدي سواء من الدربة الجزاء عجبني في الحالة بتاعت اللعيفة نرده بنوبهم بعد الروحات مختلفة أسيء برضه أبراهيم ما تنساش ده نادي الزمالك لازم يفوق حتى لو هو مش ضامن أنه هو يطلع تاني ولا أول لا الزمالك برضه رازم يلعب أنه هو نازل يكسب سيبك من الناس اللي اتكلمت قبل كده وقال لك لا والأداء لا الرجل كان بيشوف وأنا قلت معك هنا هو حكم بنسبة ستين سبعين في الميت عشان كده رجع للتشكيلة تاني هو مش اتأثر بالكلام على فكرة ده هو رجعت بيشتغل الزعفة آه بدليل أنه هو قال في مؤتمر صحفي أنا ده الوقت اللي أنا عارف أشوف فيه لعيبة وده أهم من النتيجة لأنه ده مكاسب تانية فالناس قالت لا ده الزمالك آه ماشي مكتنع إنتا بالرجل طبعا آه الزمالك بس إحنا فيه وقت أنا مليش في الدوري ومش هطلع تاني وأنا أصلا ضامن أنه أبقى في الكون في الغلية فكل الحاجات متاحة بالنسبة لي إن أنا أشوف كاملة عيبة عشان أشوفها ماشي مين وقاعد مين وطلع عارة مين فهمني صح فدل حصل فبعد ما كون فكرة حتى ولو بنسبة 60% فهو بدأ يعيد تشكيلة تاني وبدأ يحط ناس بقى وسط الناس دي تمام صح فهو دل حصل فلما رجع لوضع الطبيعي ناس زمانك بقى أفضل يبقى رجل ما عارف أنه بيشتغل إزاي صح أنا مقتنع بالراجل جداً على فكرة وكل ما يعني ما الوقت بيعدي الشكل بيبتدي يبان معناه الزمالك وأنا مقتنع به وهرجع أقول لك تاني قد النادي الزمالك ست لعيبة أو تمال لعيبة والمراكز اللي هو ما يحتاجها صح ولعيبة تلعب بعد كده حزبه تمام عايز أسألك برضو على مستوى بعد اللعيبة نصر منسي نصر منسي لعيب كويس شايفه مفيد النادي الزمالك طبعا من أي ناحي لأ من كل النواحي لعيب كورة كويس تمام مش نصر ماهر نصر ماهر نصر منسي لا آسف نصر منسي أنا قلت لا مش نازز مالك أنا آسف أنا كل ده في دماغي نصر ماهر أنا عمال حتى مستغرب من كلامك أنا مستغرب لا آسف معلش ناصر ناصر منسي ناصر منسي ناصر منسي مش ماهر مش من دلوقتي أنا قبل كده ومش هرهر كرامي مش هو نتز مالك مش بتاع نتز مالك مش فروض نتز مالك نتز مالك محتاج آآ محتاج فروض واتنين كمان ببتفك الفرق آآ براهيم اللي تلعب على كذا بطولة محتاجها تلت فرود على الأقل لان دايماً بيلعف كذا بطولة وممكن يكون فيه إصابات إقافات حاجات كتيرة فأنت محتاج البديل لازم بقى نفسي الأساسي أو بنسبة كبيرة ورايب منه فأنت محتاج اتنين كمان غير الجزيرة عشان يبقى عندك متاح بقى انت مش قلقان الجزيرة يقعد عندك واحد تاني واحد ده التالت طب أنا كنت هسألك على ناصر ماهر بس عشان ايه نعمل فاصل في الحتة دي عشان ماهيم نعمل فاصل لا مش قز مش فاصل فاصل في لعب تاني والله يا فاهمك أنا عادي مصدت بأسألك عنا ما أنا بسألك على ناصر مانسي خلاص نفصل بلعب تاني وبعدين نرجع عبدالله السعيد الحمد لله أثبت كلامي يعني معاك برضو أثبت كلامي عبدالله السعيد قلت لك ليه أدوار معينة تمام وبدأ وحدة وحدة يقرب من المرمى وحدة وحدة يبقى ليه كم أسست آخر كم مطش عبدالله السعيد عشان هو ده عبدالله السعيد طب ما هو برضو كان عبدالله السعيد هم ده أقولك عبدالله السعيد انت بتقول بقى انت جيت فتا أنا فاكر لك التصريح ده كان معايا بص أبراهي بلتلي عشان ناصر ماهر بيلعب عبدالله بلتلك لأ أنا مش محتاج ناصر ماهر يلعب عبدالله هي أدوار بص بص احنا مختلفين هنا يعني بص أنا لما جيت أتكلم على أمام بتكلم على أمام على نسبة الباص نسبة القطع نسبة دوره نسبة توصيله لزميله تمام ده اللي كان بيعمله عبدالله السعيد رغم أنه ما كانش بيروع على الجول عشان كده حتى أنا لما كلمتك على أمام ليه أمام مثلا فموتش بيضة من زي كان كويس مش احنا اتفقنا هو جاب جوان دا أداءه كويس أداءه كويس صح فاهمي النهاردة كان أداءه كويس صح جاب جون دا وكان مستعجل على الشرط بس موجود نفس القصة في عبدالله السعيد موجود بينقل لأنه هو حلقة الواصل هرجع أقول لك تاني هو كاستة هو حلقة الواصل بين المساكين وبين الناس اللي قدام تلت الهجوم فهو اللي بيعرف يمسك كورة هو المعلم تمام لما بدأ ياخد حرية ودي على حسب برضو توجيهات المدرب وانا قلتلك قبل كده على حسب الأدوار اللي بيقوم بيها تفتكر أنه موجود يكون قاعد مع مستر جميل لا الله أعلم فبدأ يتحرر شوي الله أعلم لأنه بعد ما ابتدى يلعب في المكان بتاعه الطبيعي بتاعه مش مكانه لا لا هو بالعرش في مكانه هو هو ستة برضو لا بيلعب والله والله ستة ما هو نفس ايدماير بيلعب ايه عشرة هو ستة برضو بس على حسب الأدوار اللي بيديها له مستر جميل واخد دور هجومي أكتر ما أنا بقولك على حسب الأدوار اللي بيديها له مستر جميل انت فاهمني فالنهار ده لما نيجي نتكلم لما تحرر شوه رغم أنه هو في مكانه تمام بقى بان مش بان ايه بان ايه بان ايه انه هو بقى يوصل للمرمى بقى يشوت على المرمى لكن ده مش معنى انه هو ما كانش موجود اه ازان انا كلامي الحمد لله رب طلع صح انا بس انا مش مش موضوع من اختلفين انا بكلمك على شخصية عبدالله السعيد اللي انا لعبت معاه وانا حتى في الإسماعيل يعارف عبدالله السعيد ايه الميزة بتاعته انا عارف ابراهيم انا ما كلمت الكلمت بناعمة كده بس هو ابراهيم لنك الناس بيقولك هو بي يعني ايه لو مجرد انه موجود لأ انا عبدالله السعيدة جماعة عايز تستفاد بيه استفاد بيه في الجزء الهجوم هيوصل لك لعيب تزديد فولات هو ما بيلعبش عشرة برضه عشان تحكم عليه مش بكلم على عشرة انا بكلم على الحتة دي لا ما هو برضو ما بيلعبش عشرة يقوليه عنده الدور بتاع بصده مرسو دي انت فاهمني طب احنا ليه بنقوله اكرم توفيق مهم جدا في الناس الاهل لغم نوا مش مهاري عشان ده دور تعم الكرة ابراهيم ادوار ايوه عارف والله انت فاهمني وكل واحد ليه مساحة وليه شغل انت انت دورك مثلا دفاع انا بحيب باخد ادوار هجومية لا هو عبدالله السعيد مش الدور الدفاعي زي اكرم لكن هو الدور اللي بيمسي الكرة ينقل الكرة من تحت اكرم ما يقدرش يعمل حتة دي ليه لان هومي مش اللعيب المهاري لكن عبدالله السعيد اللعيب المهاري لما تحط الكرة تحت رجله تحت ضغط يعرف تصرف لان العبها واحدة عنده رؤية كويسة زي النور ده لمسة واحدة عشان كده هو كان الراجل محتاج منه الحتة دي ممكن بقى يكون اداله مهام اعلى شوية ان هو مع الحتة دي ان هو يعمل التكملة فاهم لكن خد بالك برضو عبدالله السعيد رغم ان احنا بنتكلم كده هو عنده سن برضو ممكن مقدرش يكمل ويرجع ويكمل ويرجع طب ممكن ايه اللي حصل ممكن يكون بقى فيه تأمين لعبدالله السعيد لما ناس بتخدم عليه ويطلع فهمني عشان كده بيأمنوه حتى في الحيطة الدفعية عشان كده حنا بنتكلم عبدالله السعيد بقى له كم ماتش بيكسب النادي الزمالك شغال كويس وابدل واحد ناصر مهر ناصر مهر لا خلاف عليه ده لعيب كبير شغال كويس لعيب كبير اصلا فحايز اشتغل اكتر يعني عنده اكتر على فكرة لما برضو هرجع اقول لك تاني لما الفرقة تكتامل ولما الفرقة ناصرها كويسة تمام وتحس من تيم نادي الزمالك فعلا انت ايه القوي ما هتشوف ناصر مهر نتفي معاك طبعا بص انا واحد من ناس بتمنى ان مصد الجميزي بتدي يعمل القوام بتاعه للسنة الجاية وحتى اتمنى حتى مجلس وبجلس الادارة يساعده في الحيطة دي لازم الوقت ده ما هو دلوقتي بيعمل كده الراجل اكيد بيعمل كده يعني اخلاص الاسمال دي اللي هي موجودة معايا للسنة الجاية فهو ببني عليها هو لما كان بينزل الناس عشان يشوفها عشان يعمل كده لان هو عنده اماكن زيادة واماكن نقصة تمام وعنده عناصر اكيد لازم تمشي لازم وعنده عناصر عايز يجب مين اول الراحلين لا ما عاش كتير مش اقل من ستة او تمانية ويجيب غيرهم ده التفل معاك مش قليل في كلام على عودة مصطفى فاتحي معا ولا داد معا مصطفى فاتحي لعب كبير لعب كويس شفتوا في المصطفى بتاع ناد الزمالك النهار ده في مبارات الزمالك كان كويس مصطفى مصطفى بقاله مطشين تلاتة مش هو مصطفى فاتحي بس ده مش معناه ان مصطفى فاتحي لعب قليل فدالك كل لعب بيجي عليه فترة عنده دروب بعادي تمام فمصطفى فاتحي لعب كويس كمان معا الامور تكتامل الامور تكتامل في نادي الزمالك هيبقى ليه دورت شايف ان الزمالك محتاجه ولا مجرد بس ان هو اسم كان عندي وميش هو عايز اجيبه لا الزمالك محتاجه لان انت في الحتة دي وفيش غير زيزو فكل اللي ثبت على زيزو انت النهار ده بتحمل زيزو فوق طاقته لانك انت كل الناس عايز زيزو هو اللي يعمل كل حاجة لا طبعا صعب فانت لما تحط معاه ناس تشيلو لا اعتقد ان احنا لا الزمالك محتاج عايز برضو سألك على على مصطفى الشالبي بحالات لسه هقول نفسي يعني عارف يعني بيظهر النار ده كويس انا اعرف اللعيب النار ده مسلا انت قال لك الماتش اللي بعده بقى خلاص بقى اكمل بقى العبارة اه مسلا زي ما انت قلت ممكن انا عبس انت ماتشات منهم ماتشين وحشين مش مشكلة بحالات بس اه هو لعب كويس عافية بس ما يمشيش لا ما يمشيش اللعيب اللي بغزانة ده ما يمشيش حتى لو حتى لو مش هتلعبه اساسي فهو ورقة ربحة بالنسبة لي ولعب كويس وعا فكرة كنته حلوة لان مصطفى يا مصطفى شلبي من احسن الناس اللي هي بتعمل في الترقص بسرعة جدا صح فده ممكن تحتاجه في وقت ده هو مش من نوعية اللي تال لا لا ما يعودش يلش في زي في ناس وقت بالك ما احترامي لا مش هيعوده لا لا ما ينفعش تسيبه حتى لو هو بحالات ما ينفعش تسيبه صح لعيب ممكن ان يبقى ليه اوقات معينة ليه ادوار معينة طبعا طبعا مش مدر يعني مش اللا لا خلاص يعني لو مسلا يعني ما احترامي يا مسلا زي ما تكلمنا على ناصر منسي ما خلاص مش مستوابش لا انت عارف مصطفى شلبي من الناس اللي تقول ايه وهو في الملعب حتى لو قولي الواد ده ممكن يروح لي بوحدة حقيقة الواد ده ممكن يعد يعمل لي وخفيف كمان عشان كيف اقولك الوقت بسرعاته ممكن ليسحب الفرقة فانت مش عارف تطلعه ولا تسيبه في الملعب عشان كيف اقولك ما ينفعش تسيب لا هو من اللعب الكريس هو انا مقتنع بيه بس هو محتاج يشتغل اكتر طبعا طبعا دي حقيقة مشكورك كابتن مقيم معقول عايز تقول حاجة طيب لتنفل في حاجة وجه تنزق عايز تتكلم فيها عايز يعنينا البرنالك بتاعك يعني لا حبيبان بتتكلم بجد والله طب حسألك بقى قبل ما دم على سيد نمار يمشي بس خلاص طبعا انا انا معاك صريح الزناري يمشي انت كده بتجريني للناس اللي هتمشي خلاص خلاص لا ما يعني طالما سألتني خلاص انا مش هكدل يعني انا بقول وجهة نظر الشخصية وهرجع اقولك فيه لعيبة مش هي عافية انت بتتكلم بوجهة نظرك الشخصية مش لعيبة نظر زمالك وكم حب نظمالك عافية اللي بيحب نظمالك طبعا وبتحب نظمالك لما تيجي تتكلم بوجهة نظرك عافية انت فيش مشكلة ما بينك بنحد فانت بتتكلم على مستقى لعيبة وعايز لا يحصل لعيبة تبقى موجودة طبعا لازي يهمك والحمد لله ابراهيم من ساعة ما بظهر معاك وانت يعني معظم كلامي بيتقال قبلها والحمد لله بيطلع صحيح الحمد لله مش كله يا سيبي مش هقولك مية في المية لا سمح الله ما فيش مية في المية على اقل 80% في لعيبة كتير انا اتكلمت عليها وكان حتى بنعترض والاخر الامور بتباهم بعد كده انت نجمة كابتن ويل لا انا غالبان اقولك اللي حاجة ليه مش موجود في نات الزمالك انا عارف ان ما فيه مش محتاج حاجة من نات الزمالك بس تتكلم ليه مزا انت والنجوم الكدامى واللعيبة دونجا عب حليم علي طار السيد مش عايز انسى حد يا هقولك على حاجة ابراهيم بص الحمد لله الناس بتسمعني او اللي بيسمعوني عارفين ان انا ما بعملش كده انا كده وطالما انا كده شكلي مش هخش النادي خالص لا ترجع ان شاء الله انت من نجوم نات الزمالك وعمل تاريخ معنا نات الزمالك تاني دي تتقال لمجلس ادارة اه ناس كتير اخدت فرص ومحترامي طبعا لازم ياخدوا فرص لكن انا ما خدتش فرصة وفيه ناس زي مش انا بس في كتير افكر مش موجودين هل احنا مش فاهمين كورة الله اعلم رغم ان انتو ما شاء الله عملتوا تاريخ معنات الزمالك وعملتوا بطولات هرجع اقولك تاني لازم اخش نات الزمالك واقعد في المبنى الاجتماعي او اقعدش الماء في التدريب او اسلم على ده او بوس ده وانافق ده وانافق ده ده حبيبي ودعا لا مش هعملها برضو هرجع اقولك تاني مش هعملها اه احنا نستحق نخش خلاص يدخلوها نات زمالك ما نستحقش لو انتو ما دخلتوش مسلا باسماء اللي انا اطلق عليه مانمين لأي خلاص مانمين اللي بقى موجود في النادي اه ما عرفش اه انا باحترام بوس 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 باحترام كل الناس اللي موجودة ده مش معناه مش قصد يا رفك يا بكارم في جزي يعني يعني مسلا مجلس ادارة لو ما استغلش مسلا كابتن نويل اباني تامر عب حميد دونج عب حليم علي اه الاسماء اللي موجود يعني عبواحد السيد بقى ليه دور موجود دلوقتي فيه انت بليه الاسماء الجيل اللي عمل تاريخ مع ناتزة مالك اللي كان فعلا محب النادي زمالك وجبه طولات وفرح جمهور ليه ما يستغلكوش انا بقولك السؤال ده ما معرفش انا معرفش انا ما سألتش حد انا 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 حبيت اسألك والله لان انا الموضوع ده اخد بالك غريب جدا والله ابغايم انا انا ما بسألش انا بقى اللي بسألك ما بكلمش حد انا وبسألهم كمان هم وضع اقول لك تاني ما بكلمش حد ولما بشوف حد وبسلم عليه ما بكلموش على فكرة والله مش 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 بقول كده كابتن وان وجودكو في ناتزة مالك على فكرة يفيد ناتزة مالك جدا من ناحية كل حاجة من لعيبة ونظام وروح حتى للعيب دلوقتي حتى فيه ناس موجودة يحسوا ان النجوم الكبار موجودين في ناتزة مالك بص اللي في حاله هرجع اقول لك تاني الاشخاص اللي في حالها مش هتخوش ناتزة مالك خد بالك انا وانا بلعب حتى كنت تسمع عني لا سيبك من الجمهور الحمد لله الجمهور عارف والحمد لله كلامه ايجابي بشكل ايجابي ليا لكن كنت تحس ان انا يعني في حالك في حالي صح مرة وامشي والعب المطش وامشي وما بعملش علاقات تمام نفس القصة لما بعدت انا برضو في حالي الزهر ان اي حد في حاله وشغال كده مالوش دور فهمني هل انا ما بزعلش بزعل بصعب عليها نفسي بصعب عليها نفسي لكن هرجع اقول لك تاني نادي الزمالك ده بيتي وليه فضل بعد ربنا علي وانا اتعرفت باسم ناتزة مالك يقول لك والقبن ناتزة مالك فده ده فضل عليك بيه جدا بعد ربنا ودايما هنا هقول كلمة الحق ان انا عايز ناس زماني تبقى في افضل حال وانا هنا يعني شوف مجلس دارة ماسك بالو قد دي انا دايما حتى لما مجلس دارة بيعمل حاجة كويسة بشيت بيه وانا قلت ان ده مجلس محترم وهادي وشغال بشكل كويس وحل امور كتيرة جدا وما اشتغلتش وبرضو بتكلم عني بشكل كويس لا لا عشان بس عشان تبقى عارف انا فاهم ان فيه ناس بجول كده ماشتغلش يوم فيه ناس بتبقى جوه النادي بتتكلم كويس قوي اول ما بيخرج مرة النادي يقول لك لا ده النادي بص ده ايام وايام وايام انا مش تبع حد لا بصراحة في الحيطة دي انت محترم انا انا ابراهيم مش تبع حد انا تبع نادي تبع كيان ودايما هافضل وراك كيان ده لحد ما يبقى افضل حاجة لان ارجع اقولك تاني الناس بشو اخدى بالها احنا بنتحاسب عن نتائج بره احنا مبنلعبش انا وانا مش جوه النادي الناس بقى تكلمك ولي ده ماير بيسألوك لما بنخسر انا اخسرت لان انا باز عن ناس بتتكلمني يعني وهي زعلانة جدا فاكيد انا ببقى زعلان عشان كده عايز زمالك لما بياخد بطولة الناس بتبريكلي انا عايز الناس تبريكلي على طولة يا براهيم حتى لو انا مش جوه النادي مش ان انا احقد على الناس اللي جوه بالعكس انا بتمنى الناس اللي جوه انها تشتغل بشكل كويس جدا ودايما لما دايما حتى انا تلاقييني انا عايز استقرار للنادي تيجي تقول لي جمز يمشي اقولك لأ طالما شغال كويس يمشي ليه انا هاجب قداله يعني لا طبعا يا رجل شغال بشكل كويس اه احمد مجدي اللي الناس بتتكلم عليه ده عفكرة شخص محترم جدا ومدرب مصقف جدا الناس اللي بتتكلم عليه وانا برا هو ودا يعتبر مدرب مساعد الناس اللي بتتكلم على احمد مجدي يا جماعة وقولك احمد مجدي ما يستهلش المكان ده لا احمد مجدي شخص محترم جدا لعيب كويس جدا احترف تمام واخد دورات تدريبية في ناس هنا ما خدتهاش عشان تبقى فاهم وعنده رؤية كويسة فانا لا انا عايز الناس دي توصل لاعلى مكانة وتكسب وربنا يكرمها انا مش مش عشان مش موجود اه من حق ازعل ان انا ما خدتش فرصة لكن مش من حق ان واحد يبقى زي احمد مجدي اقولك مين احمد مجدي لا مين احمد مجدي ايه يا الناس عارفوا اخد شهادات ايه احمد مجدي ده اتفرج على السيفي بتاعه محترامي ربنا يكرمه ان شاء الله ويكرم الجهاز الموجود وتمنالهم كل التوفيق باذن الله وربنا وفاك حبيب ان شاء الله يبقى لك دور في الفترة الجاية والسكة تماما انت بتاكتها تسبع الحمد لله ربنا خليك ده منوارني ومتعلق دا ربنا خليك نورتني كابتن ويا شكرا وهنا انتهت حلقتنا من بلاس تسعين ان شاء الله باذن الله انتظرونا يوم الاربع القادم في حلقة جديدة من بلاس تسعين مع ابراهيم سعيد ساحداشر مساء تحياتي لكم تسبوع الاخير براهم سعيد